الزمالك يضرب بيرامدز بالتلاتة لعب وفن وهندسة وروح وفريلا ابتعد الزمالك بكمة الدوري ولمس الدرع بفوز مستحق جدا على بيرامدز بأداء هجومي ودفاعي فردي وجماعي رائع الزمالك اللي جه من بعيد قوي وبنقصة عدد غير طبيعي قدم وبيقدم أفضل كورة في مصر والفضل الأول لمدرب عبقاري قدير اسمه جوزفالدوف هريلا شباب وخبرات وحارس وتشكيلة كبيرة قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز النهاردة هدفة جماهير الزمالك بأعلى صوت ومع حق الزمالك فريق جبار يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الزمالك اليوم يضرب بيرامدز بسلسية نظيفة ويقترب كثيرا كثيرا من درع الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي صحيح لسه الدوري في الملعب صحيح الأهلي لسه عنده حزوزه صحيح بيرامدز لسه عنده حزوزه بس الزمالك بالأداء والنتيجة النهاردة وبفارق النقاط اقترب كثيرا هذا هو الواقع وهذا هو الأداء الكبيرة الرائعة اللي عمله نادي الزمالك في مباراة اليوم والمباراة السابقة والفضل أولا وأخيرا لمدرب قدير كبير رائع اسمه جوزفالدو بيريرا عن كل استحقاق وجدارة ما وصل له نادي الزمالك الآن ليه؟ ليه عن كل استحقاق وجدارة؟ اللي بيحصل دلوقتي في نادي الزمالك هو الأقرب للإعجاز مش النهاردة في المباراة اللي فاتت كمان مش أقرب للإعجاز هو الإعجاز بعينه الزمالك في ظروف في بداية الموسم شبه مستحيلة لفريق يعرف أصلا يبقى في الأربع مراكز الأولى في جدول الدوري مش ياخد كاس مصر ويبقى متصدر الدوري وهو الأقرب للفوز بالدوري هتقول لي إيه المبلغة دي؟ ليه يعني؟ كان الزمالك اللي حصل له يعني أقول لك الزمالك فترتين قيد ما اشتغلش فيهم يقاف لفترتين قيد ما فيش لعبة ما فيش تدعمات طيب خلاص نشتغل باللي موجود لا اللي موجود مش عايزين يجددوا عقودهم اللي موجودين عاملين مشاكل اللي موجودين مش عايزين يلعبوا اللي موجودين عايزين يمشوا أشرف بن شرقي بس سيبك من أشرف يمكن أشرف اللي لعب لآخر وقت بس برضو سبت زمالك قبل ما الموسم يخلص طريق حامد بقى له تقيبة ستة شهور ما بيلعبش أبو جبل باعت تماماً ونجب كده كده الزمالك ما كانش بيستفيد منه أوش بس انت بتتكلم في أساسيات في الفريق أعمدة أساسية في الفريق ده في الوقت اللي الزمالك أصلا مش عارف يجيب صفقات ده في الوقت اللي الزمالك فيه إصابات ده في الوقت اللي كارتيرون كان واخد الزمالك ونازل بيه غطس كل حاجة في الزمالك كانت ماشية عكس جي مدرب برتغالي كبير اسمه فريرة وعدل الكفة ووجه الزمالك للأمام عدل كل حاجة كل حاجة والدليل والدليل ان مع الراجل ده ان مع الراجل ده حضرتك دلوقتي كمشجع للزمالك بتقول الله على حمزة المسلوسي واقف في الدفاع صح الله على حمزة المسلوسي واحد من نجوم الفريق دلوقتي فاكر حمزة المسلوسي انت كنت بتقول عليه ايه وانا كنت بقول عليه كلنا كنا بنقول عليه ايه لا يستحق اللعب لنادي الزمالك انا بقولها بصراحة الكل كان بيقول كده فجأة بقى لعب كبير يبقى المشكلة مش في إمكانياته المشكلة في اللي بيدربه وده اللي عمله فريرة ما عملوش مع حمزة المسلوسي بس شوف النطج النطج اللي بقى عند إمام عشور شوف الأداء الرائع جدا للونش شوف الأداء الكبير جدا لشباب نادي الزمالك نمار ويسف قسامة نبيه وحسام عبد المجيد فاكر حضرتك حسام عبد المجيد انت كمشجع للزمالك لما شفته في كاس الرابطة قلت ايه لا 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 ايه ده ده لعيب ما بيعافش يدافع ده لعيب ما بيعافش يلعب أصلا ده لعيب سيء ايه ده هو ده شباب نادي الزمالك هو ده الشباب اللي مفهود يبقى مستقبل نادي الزمالك شوفت اللاعب رائع ازاي شوفت مستقبل كبير لدفاع مصر ازاي مش نادي الزمالك بس شوفت شوفت سيف الجزيري وهو بيرجع لمستوى شوفت زيزو وهو بيتواهج شوفت كل اللاعبين في نادي الزمالك وما في أفضل حالة ممكنة ده مدرب اللي هيجي يقول لي بعد كده انه الفرقة دي تكسب بأي مدرب هقول له آسف حرق ما بتتفرجش على كورة وما تعرفش يعني كورة حتى لو انت اسمه نجم كبير ليه؟ انه الزمالك في الحالة دي مش عشان اللاعبين كبار أو قليلين يعني لا هم قليلين ولا هم كبار بس هشوفي مدرب بيعرف ياخد من كل لعب أقصى إمكانياته يعرف ازاي يحافظ على لعبته نفسيا وبدنيا ده المدرب ده المدرب تاني ده المدرب ده المدرب اللي مفيد للكورة المصرية بالمناسبة يعني بالمناسبة وده رسالة للاتحاد الكورة رسالة للقائمين على كورة القدم في مصر لما يبقى معاك واحد بهذه الخبرات بهذه الروعة موجود على أرض مصر في الدور المصري لازم تستفيد منه استفادة كاملة وكلية هتقول لي ازاي ما هم بيدرب الزمالك هقول لك يا أخي يعمل محاضرات للمدربين عندنا يعمل محاضرات للعبين يعمل محاضرات لينا نفهم الكورة بتتلعب ازاي نفهم الكورة بيحصل فيها تدريب ازاي احنا مشكلتنا لما بيجيب لنا خبرات زي دي منوط جوزيه وكيروش وفريرة والناس النباغات دي ما بنستفدش منهم استفادة كلية بيجوا ياخدوا مرتابهم يشتغلوا شوية مع فرقتهم ويمشوا احنا الكورة المصرية تستفيد من الناس دي فريرة عشان تفهم ان الموضوع اكبر من فكرة الزمالك فريرة قدم لك كام لعب النهاردة جمالي الزمالك بتسأل وفرحانة ان يوسف اسامة نبيه موجود عدك وينزل وهيشارك وهيجيد فرحانة بسيد نمار اللي عمل الجوني التاني بأسست رائع جدا فرحانة هم مش دول كل دول مستقبل الكورة المصرية حسر عبد المجيد ده مش مستقبل الكورة المصرية سيف جعفر ده مش مستقبل الكورة المصرية الاداء الرائع اللي بيعمله محمد عواد ده مش فايدة المنتخب مصر طبعا ازاي مالك المستفيد الاول الان لكن لان يبقى عندك واحد زي ده بيطور لعب بيطور لعب في مداربين تانين بياخدوا لعبين وينزلوا بيوم غطس يعني اللعب يبقى كويس وياخدوهم وينزلوا بيوم غطس يقللوا مستواهم كنا مدرب شوف شكبالة يعيني على المزيكة اللي بيعزفها شكبالة كل ما بيلمس الكورة كل ما بيلمس أرض الملعب شكبالة لما كان كارتيرون بيدرب ينزلوا من أول دقيقة وإحرق شكبالة وإحرق الفريق لا شكبالة استفاد ولا الفريق استفاد لاعب في عمر شكبالة إزاي تستخدمه في وقت يبقى مفيد لللاعب ومفيد للفريق مش تحرقه والفريق اللي قدامك بدنيا عالي فأنت عايزة تخليه خش في سبقات جاري عايزة تخليه دفع ويهاجم كل شوية لما تبدأ بين مباراة لما تديره بقى توقيتات مثالية شوف شكبالة ساهم في كام انتصال للزمالك في آخر عشر مباراة على الأقل خمسة على الأقل خمس مباراة سواء بالتسجيل أو بالصناعة في الوقت اللي بيشارك فيه أصلا اللي يخلش كبالة هذا الاسم الكبير التاريخي في تاريخ نادي الزمالك يقبل أنه يقعد على الدكة عشان فيه مدرب مقنع لما المدرب ده يجي يقول ليقعد على الدكة أنا مصدقه وعارف أنه هو عايز مصلحة وعايز يخلينا شارك في الوقت المناسب ما بيئزنيش لكن لو أنا حاس أن المدرب اللي قدامي ده هو مش فاهم أو مش عارف لا أنا عايز ألعب من أول دي أنا عايز ألعب من قبل ما المباراة تبدأ مقنع للعابين بيصدقوه فريرة جماعة عامل إعجاز مع نادي الزمالك هي القصة مش مبالغة ولا قصة مباراة النهاردة بس اللي بيحصل في المباراة اللي فاتت ده إعجاز هتقول ليه هو أنت ليه بتتكلم على الزمالك كده وفريرة كده ما ممكن يخسروا الدور الدور لسه في الملعب صح عندك حق بس أنا بقولي الكلام ده دلوقتي مش عايز أستنى الآخر الدوري عشان حتى لو فرضا والنسبة الأقل إن الزمالك خسر الدوري أبقى ثابت عند كلامي حتى لو الزمالك خسر الدوري فالرجل ده واللعبين اللي معاه عملوا إعجاز الموضوع مش متعلق ببطولة في الآخر أنت كمشجع للزمالك ما كنتش تحلم الموسم ده إن فريقك يبقى في الأداء ده وفي المكانة دي بطل كاسماص ومتصدر الدوري بفارق سبع نقاط عن بيرامدز وخمس نقاط عن الأهلي لو فاز بمبراطيه المؤجلتين مبروك للزمالك النهر ده الزمالك سجل هدفه الأول في ديئة التانية من ركلة جزاء عن طريق أحمد سيد زيزو بعد هجمة عن تارية في السواني الأولى لإمام عشور ويقع في منطقة الجزاء بعد عرقلة من علي جبر وسجل زيزو الهدف الأول للزمالك هدف فتح كل الأمور كان هدف مبكر ورائع وجميل لأحمد زيزو ضربات الجزاء المعتادة من زيزو الهدف الثاني النادي الزمالك برضو من أداء رائع لأول سيد نمار عمل أسست رائع جدا لسيف الدين الجزيري سجل منه الهدف التاني في ديئة أربعة وعشرين الهدف أيام حضراتكم وهكلمكم شوية هكلمكم كتير عن جميل نادي الزمالك بس بعد ما نشوف الأهداف عشان جميل الزمالك تصحق كلام كتير ضرب الجزاء زيزو زي ما أنتم شايفينها زكي لعب زكي بص بقى بص سيد نمار بيعمل إيه بص سيد نمار في الكرة بيعمل إيه روح تمريرة ساحرة في سيد الجزيري اللي حطها ببراعة وروعة هدف تاني للزمالك في الديئة أربعة وعشرين بالمناسبة بين الهدفين يعني بين الديئة أتنين والديئة أربعة وعشرين برامد ضيع فرستين في منتهى الخطورة واحدة في القائم لفقر الدين بن يوسف والتانية لواليد الكارتي تصدى لها محمد عواد بشكل خرافي الكرة في الستة يرضى صدقها بشكل خرافي كرتين كانوا في منتقى الأهمية لبرامد زوغاليبن هم دول الكرتين لبرامد في المباراة ده مسك الختام مسك الختام هدف شيكبالة المعتاد آه هدف رائع بس العادي بتاع شيكبالة أهدف رائعة يعني مش قادر أغني على الهدف ولا أقول كلام حلو عليه كتير عشان ده بقى العادي بتاع شيكبالة كلنا بنبقى عارفين إن شيكبالة هيقطم هيشوت في الزاوية البعيدة للحارس جول الحارس عارف كده المدافعين عارفين كده وكلنا عارفين كده وبرضه بيسجلها دي إمكانيات ودي روعة ودي حاجات شيكبالة شيكبالة واحده وعجبني شيكبالة مش بس أداءه الرائع في الملعب في أرض الملعب عجبني وقعدك رايح يكلم اللاعبين بيحفز اللاعبين واقف مع اللاعبين مركز قائد حقيقي للفريق ده توقيت شيكبالة ده توقيت شيكبالة إنه يلم الفرقة بشكل كويس ويحمسهم ويحفزهم احنا بنتكلم النهاردة عن الزمالك بالطريقة دي عشان الزمالك النهاردة قدم لنا كرة حلوة احنا نحب نشوف كرة حلوة كنا مستنيين من برامدز كرة حلوة بالمناسبة برامدز الشوت الأول ضيع فرستين الشوت التاني مجاش طيب هو مجاش ليه بالمناسبة يعني أولاً إن التكيس بصراحة شديدة مش فريرة يعني فريرة في حتة تانية التكيس مدرم محترم كويس فريرة بعيد ففريرة تفوق على تكيس تماماً في الشوت التاني تكيس عنده عناصر ولاعبين جاهزين وعنده دكة أجهز وعنده كل حاجة في الفريق أكتر من الزمالك بس الزمالك عنده فريرة تكيس معرفش يستخدم أدواته ففريرة أكبر أكبر برامدز أنه ما عافش يصنع فرص تقفيل الدفاع اللي الزمالك في الشوت التاني كان مثالي والتحولات الهجومية اللي الزمالك عملها في الشوت التاني كان ممكن يسجل منها مش بس هدف تائد كان ممكن يسجل هدف رابع أو خامس ده شغل المدرب ده شغل المدرب فريرة بعد المباراة قال إن إحنا استحققنا الفوز النهاردة وإحنا كنا الفريق الأفضل في الجماعية والفريق الأفضل في الجماعية هو اللي حقق الفوز برامة خاض المباراة بقوة ولكن الزمالك نجح في تسجيل أهداف في الوقت المناسب وقال إن إحنا خدنا مباراة منذ ثلاثة أيام قبل لقاء اليوم وسنخود لقاء آخر في الجولة بعد ثلاثة أيام هي الشكوى أخرى من ضغط المباريات اللي يتحدث عنها كل المدربين قال إن اللاعبين مش بيستحملوا الضغط ده قال كمان خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده أنا بالنسبة لي ماما عشور كان واحد من أفضل لعب نادي الزمالك النهاردة وفي الموقت اللي فاتت قال إن إمام عشور لم يظهر أو لم يظهر حجم إمكانياته الكبيرة حتى الآن واللاعب بيحتاج أو يحتاج إنه يفهم إمكانياته وإنه يعيد تنظيم نفسه ذهنيا هو يمتلك قدرات بدنية جيدة ولازم يكون أو ما يكونش بعيد عن منطقة الجزاء يعني الراجل تحفظ على بعض الحاجات لإمام عشور اللي إحنا وإحنا نفرج على المباراة وفيناه واحد من أفضل لعبي الفريق شفت المدرب؟ شفت المدرب؟ هو شايف إنه لا إمام لسه عنده نواقص لازم يكملها لعب كبير بس عنده نواقص بعد المباراة على طول مجلس إدارة نادي الزمالك قرر صرف مكافأة لكل اللاعبين مكافأة مالية كبيرة عشان يحفزهم بعد الفوز على بيرامدز الفوز السابع على التوالي المكافأة اللي رصدها مجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة 70 ألف جنيه لكل لاعب يستحقوا لعب رجالة وقدموا مباراة كبيرة ناحة تانية تاكيس جونياس الموديل الفني لنادي بيرامدز كان له تصريحات أيضا مهمة هو انتقط شوية موضوع تضيع الوقت من لعب نادي الزمالك وقال انه هو ما بيدربش اللعيبة على تضيع الوقت وقال انه كل حاجة انتهت بعد الشوت الأول بعد راكلة الجزاء في الثواني الأولى قال انه البرامدز حاول بعد الهدف الأول لكن ما كانش فيه نجاح في الفرستين اللي اتحققوا اليوم في الشوت الأول وقال انه الزمالك استحق الفوز في النهاية وحصد الثلاث نقاط وقال انه لعب بيرامدز ما نجحوش انه هم يسجلوا الفرص اللي اتيحت ليهم عشان كده خسروا المباراة قال ان كورة القدم ساعة ما بتبقاش عادلة عشان كده الفريق النهارده خسر او بصراحة النهارده عشان الكورة عادلة الزمالك كسب وبرامدز خسر ده بصراحة بيرامدز بيقدم مباراة كبيرة بيرامدز بيقدم مباراة ممتعة في الدوري السنة دي وانا كنت بقول امبارح شكرا لبرامدز انه خلينا نشوف منافسة سلسية على قمة الدوري بس النهارده بيرامدز ما كانش الفريق الأفضل وبيتها ليه الكورة عادلة انه الزمالك الفريق الأفضل هو اللي كسب مع كامل اللي احترقام لتاكيس ولو حد المفروض يلوم نفسه بعد مباراة اليوم فأول واحد هو تاكيس جونيس الموديل الفني ليه بيرامدز مش حد تاني عشان هو عنده زي ما قلت لكم العناصر اللي اتكسبوا العناصر اللي تخليه أفضل وماقدرش يعمل ده والزمالك في ظروف صعبة جدا قدم مباراة كبيرة فنيا وكبيرة على مستوى الأداء الفردي لكل اللاعبين وبالتأكيد مرة أخرى وألف جوزبالدو في ديرا ده بالنسبة لتصريحات المدربين أما محمود الوينش فخرج مصاب بين شوتين اللاعب لم يتواجد على مقاعد ألا بودلاء رقم عشر عارف إن الوينش فضل يتواجد فيه غرف الملابس بعد شعوره بدوخة بعد الخبطة اللي خدها في رقابته الدبل كيكل اللي كان بيعمله عبدالله سعيد وجه في رقابة الوينش اللاعب حالته استقارت خلاص الحمد لله وبيع شعور بتحسن وما فيش مشكلة للوينش وغالبا هشارك فيه المباراة اللي جاية بعد المباراة كان فيه تحليل منشطات اختاروا من برامز اتنين لعيبة هما أحمد سامي وابراهيم عادل ومن نادي الزمالك اختاروا أيضا اتنين لعيبة هما محمد عبدالغني ومحمود الوينش عشان يخضعوا لكشف المنشطات اللي بتجدين منظمة مصرية لكشف المنشطات اجباريا خلال هذه المرحلة المهمة في بطولة الدوري الممتاز طيب عايز اقول لجمالي الزمالك خبر ممكن يفرحهم بالمرة بقى بما انهم النهاردة فرحانين بالفوز على برامز والابتعاد بكمة الدوري اشرف بن شرقي كلام في الفترة اللي فاتت ان خلاص اشرف بن شرقي في مفاوضات مع الاهلي خلاص هيمدي لنادي التحاد جدة لا خلاص هيروح لنادي قطري طيب اسمعوا بقى الخبر ده عشان اول مرة هتسمعوا نادي الزمالك فاتح خطوط اتصال مع اشرف بن شرقي واشرف بن شرقي خلال اسبوع قد يتواجد مرة اخرى في نادي الزمالك ازاي يا جدع اقول كلام غير ده كلام ده حلق خلاص ولا ايه لا هقولك الخلاصة في الموضوع ده اشرف بن شرقي بلغ الزمالك انه قدامه اسبوع لو ما حسمش العرض القطري اللي جايله او عرض الجزيرة الاماراتي او لو المقابل المادي ما كانش اكبر بكتير من المقابل المادي اللي عرضوا نادي الزمالك هيرجع نادي الزمالك وطالما من نادي الزمالك مهلى اسبوع بعد الاسبوع ده لو لم يوقع للنادي القطري او لنادي الجزيرة الاماراتي هيعود اشرف بن شرقي لعبا لنادي الزمالك وممكن يكمل اشرف بن شرقي الموسم مع نادي الزمالك ممكن اشرف بن شرقي يكمل هذا الموسم مع نادي الزمالك وهو ما زاله مقيد مع نادي الزمالك وبطاقته لسه الطاقة الدولية لسه موجودة في مصر لسه ما انتقلش لأي نادي وبالتالي أشرف بن شرق لو رجع بعد أسبوع يكمل المسم ده ويجدد تعاقده مع نادي الزمالك ده يتوقف عليه أنه العرض اللي جايله من نادي القطري أو نادي الجزاء الإماراتي ما كانش مردي ليه وحتى هذه اللحظة العرضين مش مرديين ليه استمر هو في مرحلة المفاوضات هو وكيله على العرضين لو خد الرقم اللي هو عايزه هيروح للنادي من الاتنين ما خدش الرقم اللي عايزه أو الرقم اللي جاله قريب مش شرط يكون زي رقم الزمالك بس قريب من رقم اللي عايز دوله نادي الزمالك فهو يفضل العودة لنادي الزمالك بجملة الانبساط عند جمالي الزمالك النهاردة بكملة الانبساط نهاردة في الدور الممتاز أيضا لإسماعيلي يصطفيق لإسماعيلي في مرحلة اللي انت عاشا لإسماعيلي في مرحلة اللي ابتعاد عن منطقة الخطورة منطقة الهبوط الإسماعيلي يفوز اليوم بهدف دونارات على مصر المقصة هدف سجله أحمد بدبولي المتعلق مع الإسماعيلي في الفترات الأخيرة في ديئة 28 والهدف أمام حضراتكم باليوم مبروك للنادي الإسماعيلي فوز يعني يخلل الإسماعيلي منتش ومهم طبعاً مصر المقصة روايداً روايداً نحو الهبوط روايداً روايداً هي كلها مسألة وقت صعب 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 مصر المقصة في أسوأ ظروف ممكنة وصعب جداً رقمياً ما زال مصر المقصة طبعاً عنده الأمل ولكن الأمور بالنسبة له انتهى ده بالنسبة لمباراة الإسماعيلي ومصر المقصة أما المباراة الأخرى في الدوري اليوم فالبنك الأهلي والجونة تعدلاء إجابياً واحد واحد هدف لإسلام عبدالنعيم للجونة في ديئة 40 وتعادل لمحمد إلال البنك الأهلي في ديئة 86 من ركلة جزاء هذه المباراة والأداف قدام حضركم هدف إسلام عبدالنعيم وبعديه هدف لمحمد إلال تعادل للبنك الأهلي من ضربة جزاء في ديئة 86 الفوز كان محتاجه الجونة وكان قريب منه جداً ولكن البنك الأهلي أجهض أحلام الجونة وسجل هدف التعادل قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة عن طريق هلال من ضرب الجزاء في ديئة 86 الدوري بيحلو دوري بيولع فوق وتحته بيولع بلغة الكورة يعني بيولع فوق سخونة تحت سخونة كل حاجة طول الوقت طول الوقت في الدوري المصري دائماً كان منطقة الهبوط كان منطقة الهبوط دي فيها إصارة كبيرة لكن الصدارة أو المنافسة على الكمة كانتش بيقى فيها إصارة كبيرة بسناء الأهلي والزمالك بس يتنفسه بعد لوقت البيرامند خلى المنافسة أكبر طيب إيه اللي هيحصل بقى في الجدول أو إيه اللي هيحصل في الدوري الفترات اللي جاية عايزين نعرف الموقف بعد فوز الزمالك على البيرامند النهاردة تحديداً بين السلاسي القمة تعالوا نشوف جدول الدوري الزمالك متصدر بـ 66 نقطة عفواً الزمالك من 28 مباراة 66 نقطة بفارق 7 نقاط عام بيرامند في المركز الثاني من 28 مباراة 59 نقطة والأهلي في المركز الثالث بـ 26 مباراة بـ 55 نقطة يعني لو فاز في المباراة اللي فضلين له فارق بينه بين الزمالك هيبقى 61 نقطة بحد أقصى يبقى فارق بينه بالنادي الزمالك خمس نقاط ده سلسلكم تعالى بقى هنا فيه منافسة تانية حلوة من نوع آخر مين اللي هيخش المربع يذهب في الدوري السنة دي هتلاقي طلاق الجيش عنده 44 نقطة من 28 مباراة فيوتشر من 27 مباراة 42 نقطة واسموحها برضو مستيبهم من 28 مباراة 40 نقطة يعني مين اللي هيخد الرابع لسه فيها كلام البنك اللي قالي في المنطقة زي ما يقوله الدافئة هو فارقه في المركز السابع بال 38 نقطة فارقه في المركز الثامن ب 35 نقطة ثم سيراميا قلباطرة في المركز التاسع ب 33 نقطة للاتحاد سكنداري في المركز العشر ب 33 نقطة يجب على كده المصري في المركز الحداشر ب 32 نقطة اللي اسماعيلي اللي فائت الدنيا فائت الدنيا معا جدا من 27 مباراة ب vin 32 نقطة ولوفاز المباراة القادمة يتفوق على المصري كمان سبحان الله صبحان العودة للإسماعيلي مرة أخرى ممكن يدخل أو ينهي في الدوري في منتصف الجدول بعدما كان في آخر الترتيب في وقت من الأوقات إنبي في المركز الثلاثاشر بواحد وثلاثين نقطة غز المحلة في المركز الاربعتاشر بثلاثين نقطة كل دول في مناطق خطر كل دول في مناطق خطر جونا في المركز الخمستاشر بسبعة وعشرين نقطة وبنفس الرصيد إستن كامباني بسبعة وعشرين نقطة اللي بيعمل معهم الكابتن علاء عبدالعال أيضا معجزة يعني ست مباراة دون هزيمة أربع انتصارات وتعدلين نقول العرب في المركز قبل الأخير من سبعة وعشرين مباراة خمسة وعشرين نقطة وأخيرا مصر المقصة بخمستاشر نقطة وزي ما نقول لكم الأمور بالنسبة لمصر المقصة أصبحت بعيدة جدا 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 على مستوى النقاط لم يهبط مصر المقصة رسميا حتى الآن ولكن الصورة واضحة كابتن جهاد جريشا خابرنا التحكيمي الكبير يقول لنا رأيه في طاقم تحكيم مباراة اليوم يا كابتن جهاد صباح الفل مشرف ومنور كالعادة كريم صباح خير عليكم وعلى كل مشاهدينك النهاردة عايزة أقول لك إيه الحالات اللي كانت في المباراة إيه الحالات الجدلية بس المباراة ده من وجهة نظرة الله ما عرفش وجهة نظرك إيه بس معاليت شمسك حالة جدلية يا ما تضعش تقول مثلا في حاجة واضحة وصريحة صحة ولا غلط تتفي معايا ولا تختلف لا أنا عايزة أقول أخذك في حتة ثانية خالصة كريم ياريت أنا بأتكلم ده درس لكل حاكم مش حاكم اللي كما نره درس لكل حاكم مصري عشان لما جيلك هدية جيلك هدية في بداية المباراة يستغل لها لأن الهدية دي تبع المفتاح اللي بتنجح في المباراة صحة في الديها الأولى الحاكم جاءت له هدية وخدها فالهدية دي كسباته المباراة هي ده 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 مفتاح المباراة لها ركل الجزاء وبالتالي ركل الجزاء صحيحة الراجل كموجود في مكان ممتاز في التحاجة وعشرين ثانية يعني ما كمانش الدقيقة والراجل احتسب بمنتها الثقة والركل الجزاء صحيحة وتمام راجعتهم الفار هو ده المفتاح اللي أي حاكم لما بتجيله الهدية دي يتغل لها ينجح في المباراة الآخرة وبالتالي انت بلقيتش بعد كده حالة تحكمية ممكن تتعب عن ده يعني اللقطة دي اللي في الديها الأولى هي لنقطة نجاح الحاكم في المباراة هو عمل مباراة هيدا جدا لنفيش حاكم ده حد النهاردة موجود في مصر أو الفريتين في الملعب حسوا بالحاكم نجح بالمباراة نجاح غير طبيعي في الآخر التحكم النهاردة ما كانش موجود في الملعب نحسنش بالحاكم وده نجاح للحاكم طيب أنا عايز أقول لك المبدأ فضل عايز أقول لك حاجة بقى فرصة وانت معايا عشان عادة يعني ممكن يقضوا على الكابتن جهاد انه ينتقد بعض الأمور في لجنة التحكم المصرية بس أنا عايز أشيد ولا على فكرة بأنتقد معاك بالمناسبة في كثير من الأحيان بس عايز أشيد باختيارات الحكام الأجانب في الفترة الأخيرة في المباراة الكبيرة ما وبرضه الحاكم الأجنبي دوت اختيار والحاكم الأجنبي دوت لازم يكون كف مش أي حاجة بأجنبي وخلاص مصرية أو أجنبي أو أي حاجة التحكيم. بنشيد بيها. صحيح. لما يجينا خطأ يا كريم بنقول خطأ. ما فيش عندنا مشكلة. انتقاضات كثيرة جدا. يعني ما فيش الحالات تانية بقى من وجهة نظرك في في المقراض. لا ما فيش يعني انزار اللي ادها انزار كلها مزبوطة. ما فيش حالة جلالية ممكن نتكلم فيها. في ناس ممكن تتكلم ان الماضي سهل. لا هو الحكم سهل الماضي على نفسه. الوقت الضائع. الوقت الضائع كان كتير شوية في شوية الاول والشوية التانية ولا شايفه منطقي برضو. بص الوقت الضائع في شوية الاول هو الراجل احتسب اربع دقايق. واضاف عليهم. او ست دقايق واضاف عليهم. اضاف عليهم ايه? اضاف عليهم اللي ضاح في الوقت بطل الضائع. مم. فهو الراجل بمنتهى منتاز ثلاثة. اتكلم مع الناس. انا فهام الناس انا انا مسال حاسب ستة. مم. وضعم الستة ثلاثة او اربعة وافنة فيهم. فهزود الاربعة. مم. فهي يعني الراجل بيتكلم بثلاثة. يعني الناس بيتتقبل. انا اتمنى برضو برضو اكلم برضو بنفس المقطة دي ان اللعب المصري. الرياكشن بتاعه مع الحاكم الاجنابي بموجود مع الحاكم المصري. صحيح. يساعد الحاكم المصري جدا لو الرياكشن كله بالشكل ده. مم. شبت راجل الجزاء احتسبها الراجل مفيش حد يجاله. مزبوط. مفيش حد يكلمه. عنده الحاكم المصري بحتسب راجل الجزاء وتبقى صحيح حمله المياه. مم. وبرضو بيجي باردو. اتمنى برضو الرawyاكشن بتاع اللعب اللي موجود مع الحاكم الاجنابي موجود مع الحاكم المصري. بإحنا مش ضد الحاكم المصري بالعكس. احنا طبعا طول وقت مع الحاكم المصري. لكن في حاجات بنشوفها بتبقى مختلفة في الرادقة بين اللاعيبة مع الحاكم الاجنابي مع الحاكم المصري. انتو قدت لحضرتك انت باع شخصيا من جميع نادي الاهلي والجميع بعد نباط Looks the last effort اللي والمقولون تحديدا في كرة التسلل اللي عرامي ربيعة. ما زالت عند رعيك ان الكرة كيتساله المية في المية؟ بص يا كريم. انا برضو هرجع عليك بلقطة تحكمية مع نفس اللقطة تحكمية. مباراة دجلة والاهل. سنة اللي فاتت كنت أنا الحكم. وبالصدفة البحثة المساعد الاول هو محمود أبو الرجال الحكم المساعدة المميز. وهدف الوادي دجلة. تم احتسابه. يعني أبو الرجال احتسبه. والحكم الفار كان وقل فرحان. هتكري بقول لحضرك الأسان بالاسم وقال لي يا كابتن في فيه واحد من دجلة في موقف تسلل واعاق ايمن أشرف. المسكورة آه. لكن اعاق حركة ايمن أشرف. قلت لاجه اشوفها لان دي حاجة فنية الحكم بيروح اشوفها في البار. وقلت شفت اللقطة. ولقيت فيه فعلا ان الراجل رقم اربعة من ودي دجلة. اعاق ايمن أشرف نفس اللعبة اللي عملها بالضبط رمي ربيعة. اعاق ايمن أشرف وبالتالي كان تسلل واضح لانه داخل مع المنافس او عمل حركة. والحركة دي عمل بعد كده كنت اكت مع المنافس. عاقاته انه وصل. انه مش هيوصل لكورة. عاقاته انه يكمل في الكورة. وبالتالي كان يتعاقب. فساعتها انا عاقبته وديت تسلل ولغيت هدف دجلة مع الاهلي. نفس اللقطة بالضبط حصلت من دين اهلي. فنفيش مشكلة احنا بتتكلم في معيار واحد. نظبوط. ابو الرجال في اللقطة دي ابو الرجال انا عافيت يا رشيد بي جد اللي انا قلت على اللقطة اللي عمل ابو الرجال دي. دي لقطة الموسم تحكيميا. لان في وقت صعب في مباراة صعبة. يعني اقول لك في الفرقة بتنفس دوري. وفرقة بتنفس على البوط. فتقرار صعب. وفي وقت صعب. صحيح. ابو الرجال كان معي احتسب اللقطة دي. مظبوط. يعني اللقطة. ومع ذلك اللقطة دي. اتعلم اللقطة دي. السنة اللي فاتت. لما جات له السنة دي. احتسب منتاج يرتاح. يشوف الرياكشن بتاع بالرجال. وعلى وشه. الراجل وثق من قراره. ومتأكد من قرار. وبالتالي انا بشيك بيه. لان الراجل طبعا حكم كبير راح يمثلنا كث العلم. بس قد القرار. منتاج اتزان. وقرار صحيح مليون المية. تسلل واضح. وموجود. لان رامي ربيعة. اللي كان موجود في مقب تسلل. عمل حركة. وعمل مع المدافع. وبالتالي هو تدخل في اللعب. تدخل افضل مع المنافس. وبالتالي يعاقب بالتسلل. وقرار صحيح من الحكم. كابتن جهد اخر سؤال لك بقى شخصيا انت. تحكيم اسهل لك ولا التحليل. والله ده لموت عيته. وده لموت عيته. انا استمتع بالتحكيم في سنة اللي عادته في الملعب. اه. وبنفس الوقت. انا دلوقتي بستمتع في التحليل. الموجود باتفرج بالوقتي. الانتقادات هنا اكتر والانتقادات هنا اكتر. بقى انا في التحليل موجود طول الوقت الانتقادات اكتر. اكتر من الحاكة. حاكمك عندي ماتش واحد. صحيح. لكن طول الوقت في التحليل موجود في الاعلام وموجود في الاسبوط فالانتقادات اكتر. صحيح. النهاردة الزمالك زعلان منك. بكرة الآن منك فبالتالي ده شغلنا وده ضريبة اللي بيتفحها. ومتقبلين طبعا ومؤدرين الجماهير اللي موجودة. لكن في الاخر احنا بالرأي ربنا في كل كلمة بنقولها. المصدقية كريم هو هي النجاح واسمك بتحفظ عليه بمصدقيتك. صحية. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبرنا التحكيمي الكبير. انا بشكرك شكرا جزيا على هذه المداخلة القيمة جدا. طيب. عايز اقول لكم حاجة. قبل ما اقفل قصة مباراة بيراميدز والزمالك. النهاردة بيراميدز هزي القائمة الرائعة الكبيرة على مستوى اللاعبين الاسسيين وعلى مستوى اللاعبين اللي كانوا موجودين على الدكة. كان نقيسهم لعيب هو احمد فتحي. الاسم الكبير الكابتن احمد فتحي. من اهم اللاعبين في تاريخ مصر. كانوا يستبعدوا تكيس جونيس لاسباب فنية. معلوماتنا هنا في رقم عشرة ان احمد فتحي طلب من ادارة نادي بيراميدز. الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم. هو لسه فضله سنة. بس طلب الرحيل من نادي بيراميدز. بشكل رسمي طلبها من ادارة النادي. هو مش مبسوط. هو حاب انه كان يشارك. هو حاب انه كان يبقى موجود. وده يعني ايه. دي شخصية احمد فتحي. بالمناسبة يعني. ان هو بيلعب في الاسمالي. بيلعب في الاي. بيلعب في اي نادي. هو محبش هو الدكة. ما بالك انت هو وبرق قائمة تماما في نادي بيراميدز. عشان كده طلب الرحيل عن النادي بنهاية الموسم. بشكل ودي. رغم انه فضله سنة في نهاية عقده مع النادي. نادي الزمالك. بخصوص صفقاته الجديدة يعني بيتمسك جدا بضم محمد بسام حارس مرمى فريق طلع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية. وبسام من ناحيته ابدى رغبة في الانتقال لنادي الزمالك عشان يختتم مسيرته في الملاعب من موابة القلعة البيضاء. امير توفيق. امير مرتضى منصور عفوا. المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك. هيعقد جلسة مع مسؤولي نادي طلاع الجيش للتفاوض على ضم السلاسي. محمد بسام وجنبه عمري السيسي ومصطفى الزنالي. مش بس بسام. هم عايزين التلات لعبين دول. بعد الحصول على توقيع السلاسي على رغبة ارتداء قميص النادي العبيض. يعني تلاتة مضوا على آآ رغبة مع نادي الزمالك. للتواجب مع نادي الزمالك. لحين موافقة نادي طلاع الجيش على انتقالهم للفريق رسميا. هل يوافق طلاع الجيش؟ الله هو اعلم. طلاع الجيش مع كابتن طارق العشري. ماشي بشكل مدهش. بشكل رائع. مش كده انا مزنش ان طارق العشري او كابتن طارق العشري هيستغنى عن اي لعب بسهولة او ان كان ممكن يا استغنى. ممكن. بس مش بسهولة يعني. الفريق اللي بانيها والفريق اللي بيشتغل معها اورفريق اللي وصله الان في المركز الرابع في الدوري الممتاز. مش بسهولة ما كان انه يستغنى عن مجموعة كبيرة من اللاعبين. ولكن هي مفوضات ممكن تاخد من الزمالك لا هي وم endless لعبات تانية من العام ممكن تاخد لعبات كبيرة تانية وتستغنى عن اللاعبين اللي معاك وتاخد فيهم مقابل مد كبير. كل ده هنشوفه في الايام القليلة القادمة. ناحى تانية في الاهلي البرتغالي ريكاردو سواريش في تضييب النادي الاهلي الاخير انفرض بمهاجم النادي الاهلي لفترة وصلت 15 دقيقة عشان يعلمهم او يدربهم على انهاء الفرص امام المرمى بشكل صحيح هو متضايق من اضاعة الفرص الكتير من مهاجم النادي الاهلي عمل لهم محاضرة كمان بالفيديو عشان يفرجهم ازاي يضربوا التكتلات الدفاعية وازاي المهاجمين بيستغلوا انصاف الفرص للتسجيل عشان هما عندهم مباراة صعبة جدا قدام فرقه يوم الاربع فرقه من احسن الفرق اللي بتعرف تقفل والدافع والدايق الخصم فالاهلي لو ما كانش عنده حلول جيدة ممكن يتعصر قدام فرقه عشان كده سواريش بيشتغل على هذه الامور الان قلنا لكم اول امبارح خبر كان انفراد هنا للرقم 10 ان البرازيلي روجيرو ميكالي الموديل فني البرازيلي الجديد لمنتخب مصر الولمبي خلاص هيصل الى الكاهرة يوم الاربعاء القادم لتوقيع العقود وهيكون لمدة سنتين حتى اولمبياد باريس 2024 هيكون معاه اتنين مساعدين واحد مخطط احمال وغالبا هيكون معاهم كمان الكابتن عسام الحضري مدربا لحراس المرمى في المنتخب الولمبي ده على مستوى تشكيل الجهاز الفني ده المنتخب الولمبي المنتخب الاول روي فيتوريا هيصل خلاص كمان كم ساعة الى القاهرة احنا نتكلم فيه فجر الاربعاء من اجل بدء مهام عمله رسميا بيتوريا كان سافر للبرتغال بعد اتمام تعقده مع الاتحاد المصر وقد القدم وشوفناها في السورة عن انستجرام وهو يتابع مباريات الدوري هو جهازه المعاون هيخلص اموره المتعلقة الشخصية في البرتغال وهيجي مصر خلاص زي خلال ساعات زي ما قلت لحضراتكم عشان يبدأ يشوف المباريات هتشوفوه في الملاعب هتشوفوه بيتابع كل المباريات محمود جاد حارس امبي بيضغط جدا على ادارة نادي امبي عشان يقباله عرض نادي ويجن ويجن الانجليزي ويه انا معرفش بصراحة اذا كان عرض ويجن ده جدي ولا عشان لازم فيه من نسبة مشاركات وخلافه وكلام كتير جدا بس الكلام في امبي يعني ان العرض بمليون ونصف مليون جنيه استرليني فده طبعا انا في رأيه يبقى مقابل جيد جدا وانا لو كان ادارة نادي امبي اوافق على العرض ده هو ادارة امبي عايزة 2 مليون جنيه استرليني وبرضه حقهم في المفاوضات لو فعلا المفاوضات شغالة وبشكل كويس هنبقى فرحانين ان عندنا حريس كبير محترم مواعد زي محمود جاد بيلعب في انجلترا مع نادي كبير زي ويجن اتلاتك واحمل انداء الانجليزية معروفة طبعا عشان لاقف فيها عمر زاكي ولاقف فيها ميدو طيب ده بالنسبة لمحمود جاد احنا استر كاملين محروقكم حلقتنا النهاردة وفيها كلام حلو عن نادي الزمالك فيها كلام كبير عن نادي الزمالك ومن نقول كلام كبير عن نادي الزمالك فلازم يكون معنا ضيف كبير هو الكابتن الكبير كابتن واي الأباني نجب ادفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعدها يزال فاصل خليكم معنا يا أعلم بحضاتكم مرة أخرى يشرفني من قواني الحديث عن مواجهة اليوم المواجهة الكبيرة بين الزمالك والبيرامدز المواجهة اللي فاز بيها الزمالك بالسلسية نظيفة على البرامدز الكابتن الكبير كابتن واي الأباني نجب ادفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق الكابتن واي الكالعادة مشرفه من نور حبيبي يا كيمو ربنا خليك بابا سعيد بوجود معك ده انا اسعد الله يا حمارك ايه يرايك في المباراة النهاردة زي الفل زي الفل على طول يعني طبعا يعني الواعد فرحام صح كل الناس كل ما نقول ان فيه مباراة صعبة بتحس النادي الزمالك قدها لعبة النادي الزمالك قدها سواء جهاز او لعبة بنشوف ده جوه الملعب شفنا النهاردة التاكتك عالي جدا شفنا توفيق لنادي الزمالك عشان بس الناس بعرفها الرجل اشتغل بشكل ايجابي كبير جدا عارف امكانيات لعبته ودي مهمة جدا ان يبقى معاك جهاز فني عارف امكانيات لعبتك كويس وعارف امكانيات الخصم كويس وتقدر تتعامل معاه اللي عايز تعلم تاكتك النهاردة كان يتفرج عالماتش سوا بقى مدربين لعيبة اي حاجة تب تلعب النهاردة زون ديفينس مش اي زون ديفينس خد بالا شفت انت اليد بص الناس بترد ازاي تقفل عالكوس ازاي يقولك دفع ستة سافر مش هتخش مش هتخش اللي بصعوبة جدا صح ولولا كرت اليد طبعا تعرف فيها طير وحاجات وما فيش اعتراض وكلام من ده فمع الفارق طبعا وقفة صح تمام يقفل مساحات صح شغال بشكل منظم ككتلة واحدة صحيح ده اللي احنا بنشوفه في الدورات الاوروبية يعلم فزا ما قلتلك اللي عايز تعلم تاكتك كان يتفرج النماردة على مطش تاكتك خد بالك ممكن الناس تقولك نادي الزمالك ما قداش بالشكل المطلوب لانه ما عملش جيم مفتوح وما استحوزش شكل كبير لكن ده ما يفريقش معايا أنا رجل بلعب على بطولة عارف أكسب إزاي فكسبت وعارف يمكاناتي وفد بالك ومش كسبت واحد أنا كسبت تلاتة عارف بطلع بالكرة إزاي عارف الناس بتطلع إزاي عارف لما نقطع بننتشر إزاي ودي نقطة مهمة جدا هرجع أقولك تاني ما كانتش بتحصل في نات الزمالك قبل كده في ناس كانت بتكسل ترجع في ناس ما كانتش بتقف صح في ناس كانت بتسرح في ناس كانت مكبرت مخة في ناس لما كنا نقطع الكرة ما كانش يبقى فيه انتشار كويس صحيح كل ده حصل النهاردة طيب بزعلش من لا تفضل المدرب ده هو اللي يستهل الفلوس في اليد طبعا راجل الوضع صريح طبعا هو اللي يستهل الفلوس طبعا نهاردة لما تيجي تقول أنا جاي بمدرب أجنبي وهديله فلوس هو ده مش أجنبي وخلاص ليه بقى وده المفروض وبرضه ممكن الناس تزعل مني مدربين مصريين اتعلم من الرجل ده طب اتعلم منه ايه بقى عدم الشكوى خد بالك عمره ما قالك أنا عندي مركز ناقص عمره ما قالك أنا عندي مشكلة في اللعيبة عمره ما قالك عدم قيد عمره بقى اشتغل وعمل فرقة ده حتى اللي بيقولها التصريح المشهور عند كل المدربين اللي في مصر والأجانب واللي مش أجانب واللي بيجو الزمالك واللي بيجو الآقل بكل حيات التحكيم هو ولا مرة بالعكس ده طلع عشاب بالحكام المصريين ده طلع عشاد كمير مدى خمستاشر دقيقة في الشوتين وانا سعيد ان ادى خمستاشر دقيقة تخيال بقى ده من الزمال الكاسبان لان ده اللي المفروض يحصل كل ماتش لان فيه لعيبة كتير قوي مصرية بدعوة كتير قوي والحكام بتكبر دمخ فحرام برضو احنا حافظين الحكام المصريين عندنا حافظين حتى لو ضع تلاتة اربعة ده هي ديئة هي ديئة يقول لك ايه يا عم لسه شوت اه عارف لأ انا ليه حق اخده صح عايز تقع في الملعب ققع عايز تتعالج صح اتعالج بس الديني حقي صح ماقول لكش انا كحكم طب ماشي نزل علاج مم بس الوقت يقول لك يا بص اهم حاجة في الحكم يقول لك وقتك معايا لقوا بيشاور يقول لها هدي تلاتة هدي خمسة وقتك معايا طب يديني وقتي ما يدينيش وقتي صح النهاردة الحكم يديك حق التالت ومتلت مزبوط خد بالك تلاتة صفر لو حكم مصري هيقول لك ايه يا عم تلاتة صفر الدنيا خلصان إيه اللي خلينا هدي ثمان دقايق ولا بتاع انا هدي ثلاث دقايق ملمطش خلص صح لا الحكم ملوش دعو الحكم طبق قانون ايوه فالنهاردة لما نيجي نتكلم عالمدربين لا اتعالج ما فهاش مش عيب انت 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 عالف انا قلت في اول حلقة اتحاد الكورة نفسه انا كنت جاي في الطرم علش لا انا قلت كده قلت اتحاد الكورة نفسه انت عندك فردة في مصر اهو مدرب اجنبي لو سلح تعالي ادي ادي كورسات للمدربين مش عيب ما انت معاك خبرة اجنبية كبيرة راجل خبرات راجل ستة وسبعين سنة خبرات مش طبعية ما نستفيد منه كلنا كمصريين استفادة كاملة واخد بالك مش صدفة مش الناس ما تقولش صدفة صدفة دي ما تشين تلاتة مع فرة متوسطة قعدنا هنا قبل كده وقلنا ايه مستنيين اربع مطشات صعبين صح عدى اربع مطشات الصعابين بتعندك اهلي وفيوتشر وبيرابيدز بكل فرق اهلي هتكتك معين صح ساعات ممكن يضغط من قدام ساعات ممكن يقفل في نص ملعبه تمام كل مباراة وليها واخد بالك عارف امتى يدافع وامتى يهاجي ولما بيجيب جون دايما بيغار التاكتك بتاعه صح صح مش اللي هو يجيب جون ايه حتى اللعيبة انا قلت لك قبل كده شخصيته قوي عمل اتزام عامل حالة حتى اللعيبة لما بيجيب جون ازا مالك ممكن ايه واحد يقول لك لا انا اطمع في التاني وافتح الجن بسرعة لا بص مسكين نفسهم تعف انا اقول حاجة وانت معايا فرصة وشحنا كنا مع بعض ابي كده كتير انا قلت الكلام ده انا قلته وكل جميعين نادي الزمالك قلوه ومحللين نادي الزمالك قلوه حمزة المسلوسي لا يصلح للعب للزمالك الراجل جيه حول حمزة المسلوسي النهاردة حمزة المسلوسي واحد من نجوم المباراة دفاعيا تخيل قصة المركز بغض النظر انت قلت ولا مقولتش لا انا قلت ان حمزة المسلوسي دفاعيا بس وده مش هو نادي الزمالك عشان بقى صريح برضو معاك بس رجعه هو بقى سنترباك معلش معلش لا بالعجل على كلامك هو استفاد منه زي حتى ما انا بص شوف انت بتقول ايه ممكن ايجا اقول لك انا كمان في الحصة اقول لك لا انا قلت حاجة مثلا مسلوسي ده العيب كويس دفاعيا دايما كنت اقول ايه دفاعيا فكان لي اوقات في الحتة الدفاع لكن هجوميا معلش لا مش وده ممكن يا كابتن والد يكون السبب اللي خليها تاليت في الدفاع لا انا اقول لك بقى ده ميزة المدرب اللي ظهر حمزة المسلوسي بطريقة صحيحة اللي عارف امكانياته جيدا قال لك ايه ده سيدي مش مطلوب منك غير انك تدافع تمام وترحل وتقفل الناحية العكسية ويسيب نمار يشتغل ويسيب زيزو يشتغل وانتظر في الحتة دي ان انا لما ييجي عليها هجمة مرتدة اقوم منك اقصى حاجة فالناس تعمل ايه يظهر ايه حمزة المسلوسي ان ايه بطل صح تمام لكن لو بتلعب لعب وجمه فتوح وحمزة المسلوسي ده رايح جاي مش هتلاقيه طب الناس تصغرب اه انا بقول لانا قلت ودي ميزة المدرب ودي ميزة المدرب انك تعرف امكانيات واي يعني مثلا انا وقعي الاباني ده لعب حريف وبيعرف يبني اللعب كويس ومدافع هادي ومدافع مش عارف ايه ده مش معناه ان انا اخليه مهاجم سمام اكيد هو خلاص هو امكانياته ان يعرف يطلع الكرة من الدفاع بشكل كويس وان انا زي ما كانت مهراتك مزبوط فده مدرب عارف امكانياتك ومشتغل عليها مزبوط فيه مدرب تاني يقول لك لا ده مهدام حريف بقى ما خليه بليميكر وبتعف عشان كده قلتلك ايه لما قلتلك الناس تتعلم تتعلم من الراجل اللي شغال على امكانيات لعب وراجل اللي ما بيشتكيش من الراجل اللي يقول لك لا ده احتياطي ده ما كانش بيلعب ده بقى له فترة طويلة لأ انا معنديش كان عندي عدم قيد لا 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 جي اشتغل على القماشة اللي معان احنا هنا في مصر يحصل ايه المدرب يجي انا عايز فلان وفلان 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 بقول لك ايه يخصى يقول لك لأ ما انا طلبت لا وانا عامل ايه اسمها بس اه انا طلبت لعيبة وما جاتش تشتغلش انت مش عارف تطور ما تشتغلش اما انت دورك ايه انت كمدرب دورك ايه صح دورك تعليل اللعيب ده وتطوره وتعرف امكانياته وتشتغل على قد امكانياته ولا تكتب ورا فيها التشكيل ولا انت دورك صح تحط تشكيل وتقعد والناس تلعب لوحدها تكسب دوري انت فاهمني صح زناد لالي في عصر الزهب زناد الزمالك برضو في عصر الزهب خد بالك لا يعني انت بتتكلم على جيل كان بيكسب لوحده ما قللتش من المداربين انا ياسف مش قللت لا انا مش بقلل في دي لا بس انت النهاردة لما يبقى عندك قماشة عالية قوي وتكسب انت مدارب كويس ما قلتش حاجة انت فاهم بس انت عندك قماشة عالية قوي حلو فاضورك انت رخياتي لو قماشة عالية حلو لا انا بتكلم على الجيل الزهن بتعناد الزهن بتعناد زمالك انا ممكن هديك مسال في الاهل الاهل منون الجزيجة كسب بلاعبين في 2001 يعني كان فيهم بعض اللاعبين اللي مش كبار يعني لو تفتكر الجزء عشان ما نقضش اسماء كسب الدوري وبعكيها جيه اتنين مدربين خدوا الارض 2001 2001 ما خدش دور الدوري امطال افراكية خد دوري امطال افراكية 2001 جيب لي عالكيها اتنين مدربين ونزلوا بالاهل لتحته خالص ما هو دا مدرب واشتغل ما نلتش منه يا كريم نسا بقول على فكرة بقول بشكل عاية بس انا بقولك في مدرب بيجي لاي ناس جاهزة حتى لو هو كويس في مدرب بيجي لاي قماشة مش جاهزة فيقولك لا انا خسرت بسبب القماشة دي بسبب اللاعبة دي انا كنت عايز وعندي عندي عندي نواقس كذا وكذا وكذا انا محتاج اللاعب كذا وكذا اما انا هخسر تمام ودي بتحصل كتير وانت عارف والشكوى حتى في المؤتمر الصحفية حتى في اي لقاء يقولك انا عندي اربع خمس اصابات انا عندي مش عارف ايه النهار دا حتى في المباراة الونش من العناصر الاساسية والمهمة جدا خرج محسيتش تمام وخرج ورغم ذلك ما تحسش ان فيه اختناف اقولك مفاجأة انا اعتقد دا حالي وحالناس كتير وحالنا نفرج عالمبراء ما خدناش بالنا انش ان هو خرج اصلا ايه تبعدش عفوا الونش خرج بعد شوية اه بتدري ناخد بالنا ان الونش خرج انه انت ما حسيتش بتأثير في الدفاع لا ليه بقى اه لانه هو معوض الحتة دي بايه بالكتلة الدفاعية اللي هو عملها صح فما بيوصلش اصلا لنلمساكين بشكل كبير اه تمام فخلاص انت النهارده برامد زمالي استحواز 80% ماشي بس ايه هو كل شوية عايزك تعمله تنقل الكرة التحت شكرا انا نجحت صح كل ما تنقل الكرة التحت ما تلاقيش صغرة تعدي فانا نجحت لا واضطر خلى برامد النهارده يلعب كرات عالية وده مش برامد طبعا خلاص كل الكرة مش لاقي مقفولة خد بالك فيه ناس لما بتجي تعمل تكتل دفاعي تبقى سرحانة ومتعرفش تعمله انت فاهم لا انت النهارده نادي الزمالي متمرن عليها بيعرف يقفل كويس قوي نادي الزمالي دلوقتي لو طلعس حتى بعيد عن البلوك الدفاعي ده هو بيعمل ايه بيحصر كل فرقة بيلعبها بالذات في الاطراف الناس اللي تركز النهارده نادي الزمالي يعمل ايه يخلي الكرة تطلع برا وبعدين يخلي الكسافة العددية كبيرة تمام بتاعته يقطع الكرة اول ما بيقطع الكرة خلاص هو عنده كساف الحتة دي بيبدأ ينقل ويطلع بيها صح وبيعمل حاولات عظيمة ده برضو ما كانش بيحصر صح فانا بقول لك شغل الراجل باين يعني شغل مستفر باين ده ما كانش ما تيداش تقول لهم لأيه بتكسب لوحدة لا مثلا لا انت شايف البصمة طبعا طبعا والالتزام اللعيمة ايوة لازم برضو ندي حق اللعيمة صح انت طول ما انت ملتزم ومركز وعايز وبتنفس تعليمات وتعليمات صح لا انت تكسب بس حدا الالتزام ده جاي من شخصية المدرب طبعا وصيقة اللعبين في المدرب طبعا يعني لما تشوف واحد زي الشكبالة بالاسم الكبير والتاريخي ده لما يقضع الدكة دائما طبعا ويشارك لفترات قليلة حتى في مرات الكاس ما شاركش أصلا ويبقى مقتنع بالمدرب فده عشان المدرب بتديره الثقة نداية انه انت هتستخدمني في الوقت المناسب صبعا وبعدينش كبالة لوقت خلاص ندك بقى يعني راجل خبرات عالية ولعب كتير وعارف انت فاهمني واخد بالك من النقطة المهمة ان راجل مد الثقة لقاي لعيب فانت النهار ده هتخرج عن النظام هتوقض والدليل كل قالونا طريق حامد مش مشكلة اللعيب ايا كان يا كريم لو قعد هي ده ده سلاح انك انت تبقى في الملعب لو قعد حتى لو انت مين والرجل استغن عنك وعنده شخصية قوية وقال لك لا لا انا مفرقش معايا ده وبعدين تلاقي كمان يديني ايه لا ماشيا بيكسب تلاقي اللعيب ده يعمل ايه بقى يبدأ لا انا لازم التزم ولازم اسمع الكلام ولازم مش عارف ايه فلازم نشتغل كده مفيش حاجة سمعنا من غير اللعيب ده خلاص انا هقع ازاي اما انت جاب 25 لعيب عشان يبقى هم اتنين تلاتة لعيبة اللي بيكسبوك صح تمانت النهاردة مع غياب بن شرق وطريق حام والوينش وسعاد زيزو وقناج وكل ده وعدم القيد وما كانش عندك صف تاني ورغم ذلك اوجدت ده كله اشتغلت على ده كله وزا ما اتفقنا ايه انه اشتغل على امكانات اللعيبة بشكل كويس صحيح تمام واللعيبة في نفس الوقت لما خدت ثقة لا زادوا حتى العيبة اللي كانت قاعدة بره زادت في الاداء تحس ان هم ايه لا لا ايه الفرقة دي برضو ارجع اقولك ايه تاكتيكيا عشان الناس يقولك ايه هو الزمالك لقى بكرة حلوة لا انا في وقت الزمالك عايز يكسب فايه اللي يكسبني ألعب بيه وايه الكرة الحلوة كابتن وقيل لا الكرة الحلوة برضو ما مش اللي الكرة الحلوة دي لان انا تعمل تاكتيك كويس هجوميا ودفاعيا وتعرف تسجل ايه الكرة حلوة دي اللي ايه بالنسبة لينا احنا المتعة اللي هي عايز ايه لا بقى انت مثلا ايه بتنقل بتستحوز كتير وفي نفس الوقت بتروع عالجون كتير وفي نفس الوقت بتكسب تلاتة مع بعض استحوز خلق فرص كتير حتى لو بتضيع تكسب صح هي دي الكرة الحلوة المتعة اللي انت شايف ايه جيم مفتوح هجمة هنا وهجمة هنا هجمة هنا وهجمة هنا على حسب بقى اللي بيركز خبالك انا عايز اقول لك على حاجة كمان نادي الزمالك لو تفتكر كان بيروح يضاع كتير النهاردة نادي الزمالك ايه اللي بتروح له مركز فيها يعني لو فيه اربع فرص هيجيب تلاتة او اتنين ده ما كانش بيحصل كان ممكن يبقى فيه ست فرص يا دوب بيجي الواحدة ده شغل برضو طبعا هو مركز ازاي طالع ومركز ازاي في الهجمة تتفنش كل رب تتسيب الجزيه اللي فعل النهاردة صعبة جد اه طبعا لدهال ونمار طبعا صعبة عشان زحمة الدفاع وانك تحاولها زي بيشمالك تصرف سريع ورد الفعل ده مهم جدا مش سهلة عشان لا لا مش سهلة طبعا مقولت شكبالة ده حكاية لوحدها لا شكبالة السدي بتاعته هيبا وبص انت تحس ان عارفين ان دي بتاعته وفتحوله كنت لسه هسألك السؤال معلش يا كابتو عارف قدامك شكبالة تمام بتبقى عارف ان شكبالة هيؤتم وهيشوتها والحارس نفسه هيبقى عارف ان هو هيحطها في البعيدة كمان جالبا مش هيحطها في القريبة هيحطها في البعيدة وكل مرة بتيجي انا بقعد اسأل نفسي سؤال على فجأة كان بيتقال على الروبن في هولندا كده روبن لو تفتكي الروبن قالي الروبن يعملها الف مرة وتيجي وتخش في كل مدافعين وحراس العالم طبعا ايه ده ليه بص انت الطبيعينا لو بيلعب عليها واحد اشول لازم يقفل ناحة الشمال ناحة رجل الشمال صح حتى لو عدى وبيمينه لسه يقدل تاني او يلعب بالعرض صح لكن مجرد ان هو عنده مهارة عالية جدا في رجل الشمال لازم تقفل له الحتة دي بس هوت عنه التوقيت والتريبلينج والسرعة هو بيختف اي مدافع يعني انا بقى بعض ركز طبعا ما دي امكانت مدافع مش فيه محللين اداء ومحللين مش عارف ايه مش محتاجة دي ايه مش محتاجة لا وهو دلوقتي ما بيجي يقول لك ايه خطوطة شيكابالا ومن اي اتجاه والمنطقة بتاعته بيخش الجوه امتى او انت بتجيب لي محلل اداء عشان يعمل ايه لا او انا سألك سؤال بس فانت النهاردة بتشرح ده المين او انت بحتاج تشرح لحد في مصر مش محتاج يعني انت بحتاج محلل اداء عشان يشتح لك مش محتاج انا عايف مش كورا يعمل كده مش محتاج صحيح النهاردة يعني انا حتى الجوني التاني بتاعنات زمالك حسين السيد برضو باع نفسه بطريقة غريبة يعني فاهمني اه سيد نمار طيب لما باع نفسه التلاتة اللي وقفين اصلا اللي مع سيفي الدين الجزيرة اعملوا ايه ولا حاجة هم برضو وقفوا عشطة هم كمان فراجل لم وحط بسرعة خلاص الرجل لعبها من مرة واحدة صح ففي حاجات برضو انت النهاردة اللعيب مش بدني بس هم ولا كما بس صح اللعيب دماغ صح يفكر صح لو ما بيفكرش ما لعبش النهاردة اللعيب اللي معندوش شخصية معندوش رؤية تمام ما يبقاش لعيب ممتاز هم يبقى لعيب عادي صح زي ما بقولك ايه اللعيب كلها شبه بعضها اللي بيفرق بين لعيب كويس قوي ممتاز وعلى اللعيب العادية ان هو يبقى عنده شخصية ورؤية كويسة اول انت لباك في ممعشور لا ده اتطور كتير صح طبعا طبعا مع فريرة اتطور كتير جدا اتطور من اداؤه مم ممعشور دلوقتي كمان مش بيلعب دفندر بس مم قد بالك ده بقى يزيد وجنيح كمان مم لسه يقولك بياخد اماكن معينة صح بس هو برضو مديله الحرية ومدي الامام بناس بتأمنه ممم يعني النهاردة لو انا طالع هاجم كتير فندر مم بقى الآن مم صح لو ما فيش حد بيغطيني مم لا والنهاردة اكيد دي تعليمات رجل بيديك حرية انت عندك رجلك كويسة اول يمين والشمال بتشوت بيوم كويس اول مم لو روحت على الاطراف بتلعب بشكل كويس اول لانك انت لو روحت على الشمال بتخش الجوه برضو بتشوت بشكل كويس اول فيقولك ايه خد الحرية وفيه ناس بتأمنك صح الارتداد كويس قوي صح الحاجة المهمة ان مستر فريرا احترم فرقة بيرامدز كويس قوي مم ودي نقطة مهمة صح لان فرقة بيرامدز لا فرقة كبيرة صبح خلينا معترفين سيبك من نتيجة لا لا على مستوى التشكيلة فهي فرقة كبيرة ولو لنادي الزمالك تعامل معه صح لا كانت الدنيا وخد بالك مش محظوظ فرقة بيرامدز النهاردة مش محظوظة خلينا صرحة النهاردة جوم في اول دقيقة او ضرب الجزاء فقود 27 ثانية صح تمام فرصتي اللي برامدز بعد بجون خد بالك واحدة في العرضة واحدة شالها عواد يعني تحسب جدا عواد يعني سبب من اسباب ان خلي الجيم ماشي كده صح لان الكرة دي لو جاء الجوم برضو كان الدنيا تختلف واحد واحد هترجع للمباراة الدنيا تهدأ مش هتستعجل خد بالك ناس زمالك ما كانش هيقفل قوي لانه برضو كان عايز يكسب فهمني فكان الدنيا تختلف طبعا فالنهاردة دي كلها نقطة مهمة جدا صح فرد برامدز فرقة كبيرة فاحترمتها بشكل وكاس طال النهاردة حتى لما بيجي كورنان على ناس زمالك انت عارف كم واحد بيبقى في الثمانتاشر عشر مم ده دليل ايه لأ احترام مم كورة تطلع الاول وبعدين اطلع وراها صحيح قبل كده ما كانش ناس زمالك بقى في الثمانتاشر الثمانتاشر لأ اول واحد قريب من الخط صح لكن العشرة جوه مم ودي تفرق ناردة انا كسبان عليها كورنان ايه المشكلة ان انا انزل بالعشرة تمام اطلع الكورة صحيح واتطمن ان هي طلعت وبعدين اطلع وراها صحيح بس عارف باطلع ازاي صحيح يعني حتى لما كان ناس زمالك بيقطع الكورة حتى في نص الملعب في الثلت بتاعه كان بينتشر بشكل كويس او ودي كلها ايجابيات تتحسب طبعا لجهاز ولعيبة وإقدارة برضو لان إقدارة قدت كل الصلاحيات للجهاز الفني كان قبل كده في تدخل في الحاجات الفنية والناس كلها كانت عارفة النهاردة لا إقدارة بعيدة جدا عن الفنيات مدية كل الصلاحيات المستخدم الزمالك عرب من الفوز بالدولي بنسبة كم في المية 80% 80% ومين عنده فرصة اقبل لمنافسة الزمالك الاهلي ولا كده الاهلي الاهلي تمام لكن الاهل لو كسب مؤجلاته هيبقى فرق خمسة بنت يعني الاعرب هيبقى الاهل انا كلمك طبعا عن مستوى العداء والخطأ يعني انت شايف لا انا بتكلم على حسب النقاط بعدين انت النهاردة برضو مع احترامي النادي لالي حتى لو مش في حالته فبرضو ده نادي كبير طبعا مش حاجة اسمها مش في حالته فانت ما تعملش حساب لا 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 يبقى احنا كده بنقول اي كلام صح والاهل لازم يتمسك بفرسيته وبرامنز كمان لازم يتمسك بالفرسيته حتى لو ببرامنز الفرق سابعة نقاط مع الزمال طبعا لابد ان يتمسك للحظة طبعا لان خد بالك نادي الزمالك برضو لو فرط او معمالش حساب المباريات اللي جاية اللي جاية لا تبقى مشكلة جدير اه يعني لو تصوروا انه خلاص كده فاز بالدول لا 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 احنا نقول بنسبة كبيرة لان احنا احنا شايفين اداء وتاكتك عالي وحالة الزمالك وتوفيق نادي الزمالك لازم نعرف برضو ان نادي الزمالك في حاجة مهمة في عدالة في نادي الزمالك ديوقتي العدالة ممكن تديك التوفيق في حب اللي بره زي اللي جوه تحس ان اللي بره مش زعلان صحيح الراجل عمل حالا اللعيب اللي بره حتى بتحبه انت فاهمني انت بص النهاردة لما بيجي جون حش زعلان صح لما العيب بيغير محاش زعلان صحيح او ده كان بيحصل قبل جهة انت احنا كنا بنشوف نادي الزمالك لحاجة متضايق سوري بنشوت الايسبوكس بنشوت اي حاجة مش عارف تلاقيه مش عارف خارج على قط اللبس على طول لا كل ده يحسب للمنظومة مش يحسب لشخص للمنظومة لان خد بالك لو حد خرج بره المنظومة فبوز المنظومة لكن هم تلاتة مترابطين وعارف الفريق ايه كابتن ويل اللي حصل في رأي يعني وقل لي رأيك رأي يمشي مع رأيك اللي حصل مع طريق حمد وبو جبل واللعبين اللي كانت عايزة تمشي ونمشوا خلاص ما فيش مشكلة ما هو ده برضو كانش بيحصل في الزمالك طبعا انت كنت تمسك في اللعب دوت بيدك وسنو وتقول له خليك معايا طبعا وكنا بنقض هنا نقول يا جماع اللي عايز يمشي يمشي بالزبط كده فقدر سأل بقى اللعبين انه لا ما فيش حد كبير على الزمالك فاللي مش هيجيبه هيبقى ده ده طريق حمد يعني في بقى طريق حمد ودي حقيقة محترامي للعيبة دي لعيبة كبيرة طبعا طبعا لكن النادي ما بيقفش على حد صح وإلي هرجع نقول تاني وقلنا المسأل ده تسعمائة ألف مرة رجع بقى كابتن حسن شحة وكرفر وجعفر يعني كل جيل وليه وقته صحيح فالدنيا ما بتقفش على العيب ويبقى النادي ويبقى اسم النادي طبعا هو الأهم نتمنى بقى الناس تتعلم صحيح يعني دي نوقات مهمة جدا صحيح كابتن وليل شرفت ونورتك العادة دايما حيبة استمتع جدا بتوابك حبيب ده أنا اللي هو بسعيد بوجود معك شكرا كابتن وليك شوفي لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل كابتننا الكبير كابتن طارق سليمان نتكلم معاه عن أمور كثيرة جدا فيما يخص حراس المرمى فقرتنا الأسبوعية الدائمة الرائعة مع كابتن طارق بعد هذا الفاصل خليكم معا يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة فقرتنا الأسبوعية الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدارب حراس مرمى النادي الأهلي ومنتخذ مصر الانبياء الأسبق للحديث عن الحالات حالات حراس المرمى هذا الأسبوع كابتن طارق العادة مشرفه من نور دايما بسعبت واجدك ربنا أكرمك يا كابتن كريم أنا سعيدة إن أنا موجود معاك ويعني كانت حالة اللي فاتت يعني عرفنا إن في ناس كتير يعني ناس مبسطت أول جدا ناس مبسطت دايما أنت واجدك يوديفك ربنا أكرمك فإن شاء الله يعني دايما يعني متوجدين والناس إن شاء الله يعني تستفيد من إن شاء الله من التحليل طبعا وبدون طبعا ما نبقى احنا متحيزين لحد على سب حد بالعادس احنا نبقى إن شاء الله تعالى نبدأ من حيث انتهينا مقرأة الزمالك واب برامز النهاردة مواجهة كبيرة جدا وأكيد فيه كثير من الحالات سواء لمحمد عواد أو الشناوي حابب حلوك تتكلم عنه طبعا ما فيه شكل عواد يعني بيواصل للتقلب يعني مع ناد الزمالك صح والنهاردة برضو يعني كان فيه أكتر من حالة العواد وفيه حالة بزي يعني نكلم عليها بشكل كبير لأن الحالة دي يمكن هي يعني كان ممكن يبقى النتيجة واحد واحد صح الكرة دي في شوط الأولان اللي ولدي الكارتي بعد الهدف الأول لزي بعد الهدف الأول يعني حالة صعبة جدا بالزبط وطبعا إحنا لو كلمنا على حالة دي هنتكلم طبعا الراجل عمل كرة عكسية الناحى التانية هنا بقى عواد فيه عمل حاجة حلوة أوي 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 لنرجع بقى تاني نرجع سنة سنة عشان التحرك لازم أكلم على التحرك من هناك بقى الراجل بيعمل الكروس من ناحى التاني بص يا كابتن كريم بقى بص العواد بص هدوء عواد امشي واحدة 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 بص هدوء عواد وبعدين لما جيت حرك الناحى دي مجاش بقى مجاش على القائم هنا أوي ارجع تاني برضو عشان لازم نقف معلش مهمة أوي دي لا ارجع والراجل بيحط اللي حطها عبدالله حطها بطن رجله بالعرض أيوة بس هو بيحطها بطن رجله لازم نتكلم عليها دي كلام كتير أوي بس وقف هنا بقى أقف أو هو بيحط بطن رجله بس أقف أقف بقى كده هنا في بتاقي بعض الحراس يا كابتن كريم تبص الحارس تلاقيه جاي من أول مكورة تقعد بالعرض هنا لعبدالله سعيد تبص تلاقيه جاي سبرينت على القائمة وتلاقيه معد القائم هنا صح معد القائم الأيسر عشان فكره إن ممكن عبدالله يشوت حتى لو عبدالله شاط برضو هيبقى الراجل ايه مش بعيد قوي صح هنا لما تحطت بالعرض بص امشي بقى واحدة واحدة كفريم فريم كده بالراحة امشي كمان 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 هتبص تلاقي آآ آآ عواد متمركز ايه لحد كبير في نص المرمى صح عشان كده لما تعامل معها بالنسبة له ايه طبعا يعني يفاها سرعة رد فعله وفاها سرعة يعني يفاها سرعة رأكشن من من بس بتاع هول خليها مهم جدا محنا قلنا لازم هنتكلم على التمركز صح التمركز مش كويس هيبقى عنده مشكلة مزبوط هتتصعب عليه مزبوط فاليسهل الكرة دي طبعا في عواد عنده سرعة رد فعل عالية جدا واداء حركي عالي بس الاهم في كل ده احنا بنتكلم على الاداء الحركي بتاعه في الاول ثم التحرك ثم التمركز ثم بعد كده اخر حاجة بيقدي به اللي هي المهارة صح فعواد ما شاء الله عينه على الكرة كويس جدا جدا كرة تحطت سريعة وجمدة بس عواد كان عينه على عشان كده اتعامل معها بإيدي الاثنين كان ممكن ايد واحدة تجي في ايديه وتخش صح طالما كرة في الحيز بتاعي يا كابتن كريم عارب سيطر بإيدي الاثنين برفو عليك طالما الحيز قريبا قوي من الحيز بتاعي طالما عندي فرصة انه اتعامل بإيدي الاثنين لان إيدي الاثنين بتعمل لها كابتن كريم بتكبر مساحة الصد بتاعتنا صح يعني بدلما حط ايد واحدة بتاخد مثلا عشرين سنتي أو ثلاثين سنتي أو محط إيدي الاثنين بتكبر المساحة بتاعت الايه دا شرحة عظيمة طالما ايه حالة حالة ممتازة بالنسبة للعواد طيب نشوف اللي بعد ودي الحالة دي فارقة او مع الزباري كتنون كتبقى واحد واحد مية في المية الحالة دي الحالة دي لحمد الشنوي يعني دايما بحب بجيب الحاجات دي ليه للا رجل راح انفراد صح انفراد بنسبة مليون في المية مصبوح ولو مطلعش يا كابتن كريم الشنوي محدش هيلومه يعني محدش هيقول لا مهم جدا عشان كده لو الكرة دي الشنوي مطلعش في حالة كرة ثانية احنا ممكن نلوم حارس المرمو صح لانه بص الشنوي هنا عمل ايه خدها بسدر وحطها للراجل وبدأ هاجمة فالحالة دي انا باعتبر الحالة دي برضو من حالات الممتازة ممتازة للشنوي رغم انه هو يقول لك الراجل مشارك لا هي انفراد انفراد هو ممكن مش بس انفراد ده في حيز لعب الزمالك كمان يوريبة منه جدا جدا الكلام ده عارف الممكن تبقى بقيلة عن لعب الزمالك مش طويلة ايو مش طويلة رفع عليه رفع عليه ممكن نرجع تاني يا جماعة ماليش نشوفها تاني ياريت نجيفها تاني وانمشيها كده ايه واحدة واحدة امشي بقى واحدة واحدة كده لما تترفع يعني هي تحس ان الكرة قريبة اكتر لسيف الجزير طبعا ولكنو هي بتعمل باند الارض طبعا عشان دايما بتبقى فيها مية بص بص الراجل وريبة وريبة جدا انما انما الشناوي يعني متمركز كويس وعايش اللعبة ومركز صح فعشان كي تعال معاه بشكل كويس صح فيعني بصراحة الشناوي شال انفراد صح برضو في برضو حالة لعواد نجيب حالة عواد بقى يا جماعة دي مهمة جدا 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 بص عواد بص عواد بص اداء عواد عامل ازاي كرة صعبة قوي قوي وكمان عبدالله الصعيد لعبها بش رجلو بتلف البرة ولكن سرعة عواد وتمركزه في الاول خالص هو اللي خلاه ياخده الكرة دي بص عواد فين اول ما كرة تلعب طلعت من رجل عبدالله خلاص كرر ان الكرة دي بتاعته هاخدها واخدها بس كرة بعيدة جدا وجير كتير ولكن هو اقرب لها فعش الكرة برضو من كرة الصعبة قوي انا فاكرا يا كرة صعبة جدا كابت الطريق طبعا وإحنا وإحنا منفرج على المباراة أنا مثلا ما بفرج على المباراة ما حسيتش انها صعبة بس الوقت الحرك بتتكلم الكرة بتلف البرة يعني عبدالله صحيح بلعبها بوش شو بل سريجي وممكن تخدها الحارس اه تخدها الحارس كرة من الكرة الصعبة قوي قوي انا عواد يكمل ويبقى عنده اسرار ان ياخدها صح فالكرة من الكرة الصعبة قوي صح بصراحة عواد ما شاء الله النهاردة انا بعتبر الحاجات مش كتير انما فرص مؤكدة في حاجتان في المباراة دي يا كابتن فيه طبعا فيه طبعا الاهداف يانا الاهداف يعني مش هنقدر بصها دي العدل طبعا دي ضرب الجزاء ماقدرش ألوم أحمد الشناوي وفي النهاية استنى لأخي اللحظة وبدأ بيبقى بطاقة على زوجة طبعا طبعا صعبة يعني ماقدرش ألومه فيها وبرضو الهدف التاني بالنسبة للشناوي تمركز كويس صعبة قوي قوي وتحطت بعيد عنه جدا جدا متمركز كويس فتحطت بعيد قوي يعني الراجل وسع لنفسه وحطه بطنة دي طبعا في البعيدة فأنا شايف أنه صعبة قوي على الشناوي ماقدرش يعمل لها أي عاجل بطر البصة كنت معداش القائم واقف على القائم أهو وبعدين لما تحطت العرض الراجل عمل دوران بس لما تحطت حطت بعيد قوي هو كمان سيد سيد لو خدت بالك خدت بالك هو لو شطها لو شطها بيمينه كنت هتخبط في الزرق باك إنما هو فوت عشان يحطها في الزاوية الفاضية عشان تعدي بص فوت بريدقة حطها بين الاتنين لو هو حطها بيمينه ما كانت خبطت في المدافع ففوتها عشان يحطها في المساحة الفاضية وزي ما يشوف كان راحت في البعيد الجن طبعا جن طبعا عالمي وهنتكلم عليه كتير بس أنا برضو صعبة ما بقولش إن هي كرة سهلة إنما أنا شايف إن في قوي بقى هنا كده قوي هنا كده باين قوي قوي بعد ما بعد ما شيكبالا الشيكبالا جاب الجولدة كتير قوي قوي يعني عمد الفرج على شيكبالا مثلا من 15 سنة بيجيب اللجوان دي محمد صلاح عطوه لكرة دي وحطها في البعيد صعب أنا في المكان ده كده أول ما أول من شيكبالا عدى من عبدالله ومن تقريبا المدافع الدفيندر التاني مش فاكر مش واخد باني منه منه من كان لازم هنا الشيناوي يعمل ايه يا كابتن كريم كان لازم يرجح خطوطي اللي وره لأنه كرة بتلف وبتبعد عنه فلازم لازم اتعامل معاها من وره شوي تلا مرة الشيكبالا بيشوف من مسافة البعيدة دي طبا الشيكبالا بره 18 بحوالي 8 أرض كان لازم أنا بقولش سهل أنا بقول انه كرة صعبة بس تقصد لو كان خاد خطوة الورك كان ممكن كان يبقى ملك المرمى أكتر كان يبقى ملك لأنك بص دايما الشيكبالا بيعمل ايه؟ بتلفها في البعيدة بتلف وهي هنا كرة بص يا كابتن كريم الكرة هنا في مكان لسه كرة لسه في ايه؟ لسه في عالية صح يعني ارتفاعها علي قوي هتبدأ طرطب منين بقى في المكان اللي وره شوي هاي لا كابتن الشرح ده هاي الزاوة دي يا جماعة تانية عشان ياريت ياريت عايز ان اللي فاتت اللي قبل دي على طو مهمة قوي دي اه ايوة ما يمشي بقى واحدة واحدة بص يا كابتن دايما بقولي في المكان ده يا شناوي انت واقف في مكان لسه كرة فيه عالية ما نزلتش عشان تيجي جو لو فضلت بسه اقف هنا اقف هنا لو فضلت بكملة في نفس الارتفاع ده يا كابتن كريم هتلاقى ممكن تغبط في العرضة ممكن تطلع صح فهتبدأ تنزل منين؟ من وره شوية من ظهر الشناوي لو هو كان وره شوية لو هو لازم اول ما اول ما شكبال عاد الرجل وهيحطها في البعيدة في المكان ده كده كان لازم وقت خطوطين لتحت صح لو خد الاتنين يرضى لتحت كان يبقى في مكان الكورة فيها هتبدأ توطى فيه صح كان يتعامل ما أحسن من كده صح وبعدين بقى في حاجة تانية مهمة جدا 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 في تنفيذ المهارة مينفعش عشان ناوي تيجي كورة بقى بعيدة عنك بالشكل ده صح وانت رايح فرد ذيك لتنين ذيك لتنين بتأثرك لازم هنا روح بيد واحدة وهنا روح بيد واحدة مش بيد العكسين روح بيد واحدة باليد اللي امين طالما الكورة مش في حايز جسمي مش في حايز جسمي مش في حدود الكتفين ومش أعلم مستوى دماغي لازم هنا روح بالايد الايه هي الله صغيرة امشى بقى كباما قبل ما تكش تعدى الخط بصها هنا تبدأ هنا تعمل ايه تنزل بتبدأ تاخد بالك هي مش راحة لو أنا بقى تحت الاتنين ياردى دول وخذت الخطوة نقلت وفرحت وروحت بإداية الليمين هتعامل معها حسن ممكن شرح عظيم جدا شرح عظيم جدا طيب تعالى نروح ليه المباراة التانية معنا النهاردة مباراة الأهلي وهي المكونون العرب وهي المباراة بين محمودة والسعود وهي محمود الشناوي طبعا خط خطل قدام بس يتعامل معها بشكل كويس قوي قوي اللي هو ايه رجع حطيت فيها بوكس عشان تعمل بند في إداية وتعلى يعني خدت بالك بص الشناوي عمل ايه هو كل عمله انه هو حط حط إيدي كويس بس حط بوكس عشان تعمل بند في إداية وتعلى بتطلع كورنر رنحة التانية لانه هو كانت ضغط على الكورة وهو اس عمل ايه في واحد من المقاولين في زحمة في واحد من المقاولين عمل جامب علي قوي فاش ناوي في نفس التوقيت عمل جامب وطلع بص إى ده فين ايدي ما عديها دماغ لعب المقاولين عشان حط فيها بس حط فيها بوكس تعمل بند في إداية وتروح كورنر الناحة التانية فطبعا مهارة مهارة مش شناوي وبرضه خبرة كبيرة فكان لازم اتعامل معه بشكل ما كانش ينفعي مساكة ل لان لو مسيكا ممكن ايه تقع من ايده او ممكن تعدي الكورنار من العوب كويس اوي كمان يعني طيب الكورنار من الناحية التانية اترافعت برضو طبعا الكوروس مش بتاع الشناوي اتحطت بالدماغ عمل البند في الارض الشناوي متمركز كويس بس هنا في مشكلة بقى انا ده علم علول علم علول هنا بيدايق الشناوي يعني بيدايق الشناوي جدا فكويس اوي ان الشناوي نقل الخطوة وتعامل معها من ظهرها انت بترجع وراه ليه عليه انت كده بترجع وراه انت انت مأثر على الشناوي يعني انت ممكن انت بترجع وراه تخبط في الشناوي كوراك ممكن تخش فكويس اوي ان الشناوي كمل فيها وحطي ايده طلاحة كنك غاهم هي طبعا ايه مش صعبة ايه مش هنوعب البند في الارض فقلت من القلت من القوة بتاعتها بس علي كان ممكن يدخبط بس علي كان ممكن يعمل مشكلة للشناوي سواء الشناوي بيتفاهمش اما انفعش يا كابتل انا ايش عز بيك اه 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 لا ارجع تاني ارجع شوية كمان 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 هو بحطه بدماغه فتاق اللعب اللي ما قوله بحطه بدماغه اوقف بقى هنا كده انت علي بترجع بظهرك ليه انت هترجع على الشناو لا اخد بالك كابتن الشناو بيزقه بيقوله خشي ارجع معلش سنة ارجع سنة ارجع سنة هتلاقي في زقه للشناو العلي معلول بص بيزقه عشان اعشان اعجب فيتعامل مع كور اه ابعد انت توائف هنا ليه مشكلة يعني انت بفرق بتعف على القائم صح بص بيرجع بترجع عمرك ما تطلعها بدماغك صح فكويس طبعا ان الشناو يتعامل معا هي طبعا ايه برضو ايه فيها خبرة من الشناو طبعا مش هتمسك انما خد الخطوة والشناو ما شاء الله طول 1190 سنطي في حط ايده وطلعها طلعها كور هاي دي طبعا ممتازة من ابو السعود في اللحظة اول بص احنا دا كنا دايما بيقول فيك كورس تلعب في مطر اهلو الزمالك وقلنا ان الكورة بعد ما مشت فترة كبيرة لسه الحالس متعاملش معاها صحيح هنا بقى من اول ما طلعت من رجع علي معلوه انا هاتك تبص للابو السعود في اللحظة كان بتعامل معاها وخد الخطوات ولعب بوكس وقادة وعمل بوكس كويس قوي واخد من فوق كورة من فوق ولعب بوكس ولعبها عالية في مكان بعيد قدر تدلو فرصة انه يقدر ايه يقدر يرجع وبيدل لتين عشان ياركت ورجعك بيقدل لتين طبعا عشان عشان زي مقتك ياخد مساحة كبيرة ايه فانا شايفها انا شايفها ده اداء ممتاز من ابو السعود في الكرة دي صحيح ولاحق يرجع لما الراجل بدأ يوقفها ويلامها كان ايه كان ابو السعود خدت مركز جايد جايد طبعا صحيح نشوف الحالة بعد كده طبعا دي ضربت الجزاء ابو السعود طبعا ايه يعني موه شوعة لعلي ويعني هو حط لو انت خدت بالك تلاقي ابو السعود ستراح برجله اليمين على عاليمين. اه. اه. اخري يافل كرار. تمويز جدا وخبرة جبيرة. حتى لو داخل طبعا ملوم. انما يعني دي دي بتاع ميزة جمدة جدا. انا حارس ملومة. طبعا. يعني تقلق وسوط ضرب. بص 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 رجليه اليمين بقى هو بيعمل العلي بيبص عليه. وفي اللحزة. في 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 توقيت عالي مبصش اللي بص عمل ايه. بص هو رقص. امشي بقى امشي كمان امشي كمان امشي كمان. اه. موه بجسمه وبعدين راح ايه. فعلا رقص علي معلول. اه رقص علي معلول. فطبعا برضو خدتي بالك هتلاقيه راح بيديل اتنين يا كابتن كريم عشان يزود مساحة الصد. هاي. فطبعا متعامل معا بشكل كويس اه او بسعود. حالة اخرى لابو السعود. نلعب يا جماعة. هنا طبعا يعني دي استلام سهل يا ابو السعود ما ينفعش تغبط في وشك يعني لازم يبقى فيه تقدير لكرة احسب من كده. موط بزيادة او كده. لان كنت الكرة العام لبند والبند عالي. كان لازم انت تطلع بجسمك شوية فوق عشان ما تغبطش في ارقابتك وفي وشك يعني. صح. انما طبعا ايه مراحتش بعيد. يعني لما عامل البند مراحتش بعيد. وتعامل معاها تانية كانت سهلة يعني. انما ممكن لو حد مكمل من بدري. كان يبقى عامل مشكلة لابو السعود. انما هو اللي كامل كامل بعد ما واقعت. صح. خاصلنا هم متقلق في المباراة دي جدا. في في حاجات بسيطة بس لابو السعود كده. انا ما بقى له فترة ما بيلعبش. اه. كان بيلعب حسن حسن شاهين. صح. اابو السعود بقى له فترة ما بيلعبش. فطبعا اول مباراة ويبقى بالنادي الاهلي ويقدم مباراة كده. فده بصراحة. مباراة. اه. يقص بريكات محمد يونيس مدرب خراس المرمى في المقاولين يعني. الشي ده بيه طبعا. نشوف الكرة دي. طبعا طبعا انت مركز ممتاز من من ابو السعود. بس طبعا اه اه انا شايف ان خروج ابو السعود كان كان لازم ابو السعود يبقى اسرع من كده. عشان يقابل الكرة. ابو السعود ما قابلش الكرة. ابو السعود كان فيه بطء. كرة مشيت يمشي كمان يمشي كمان. بص بص يا جابتن. بدأ ياخد حركة الوقت. اتاخر قوي. اتاخر. فكرة خاصة عدت. رح لها متأخر. صح. فكرة دي عملت يعني كرة دي جات جول. صح. طبعا بقى الجدل بقى الوفصيدة مش ووفصيدة مش بتاعتنا. انما انا شايف ابو السعود كان فيه تأخير من ابو السعود في التعامل مع الكرة. السعود لو فيه سرعة شوية. في التعامل مع الكرة كان ممكن يوصلها ويلعب بوكسة حسن من كده. انما الكرة ملمسيتش ايده وما رحتش بالقوة اللي هو محتاجة. هم. كان لازم تبقى فيه بوكسة يعني يوصلها. ولما تيجي في ايديه هتلاقى راحة بعيد قوي تلاقى راحة قوت انها حتد. صحيح. دي مش الجول هو طبعا رجع ويتعامل معها بشكل كويس. انما الليقولها طبعا ابو السعود كان فيه تأخير من ابو السعود. بس دي برضو صعبة يا كبتل. طبعا صعبة جدا جدا. عشان هو ده خدايا كمان هو حشان هو ما كانش حد يطلق. طبعا ايه قريبا من القائم قوي ابو السعود كان لسه بيرجع كان لسه طالع وكان لسه لا وفضع عرضية يعني مش وضع انه حد يحط في الدايقة. طبعا طبعا ابو السعود تعامل معها بشكل. كان شين فعا يمسكها. كان لازم يزقها زي ما زقها كده وهو يخش جوه المرمى مش مشكلة. بس الكورة ما تخش جوه المرمى. بص هتلاقي راح بيديه الاتنين. صح. اهم حاجة انه هو يبعدها عن المرمى وهو بقى يخش جوه الجول. لان هو كان قريب قوي من القائم. مشان كده خبط في القائم ويدخل جوه المرمى. صحيح. نعم اتعامل معها بشكل كويس. اللي بعد. صلح صلح الخطأ بتاع الاول كورة العرضية الاول منها. حايل. دي برضو بص انا دايما بقول ايه. كورة دي انا مش عايزة استعجل في الخروج من المرمى. لازم بفيه تأدل الكورة. انت خدت كورة من اعلى نقطة لها. كان لازم انا اهدى شوية. كان هجي لك في ايديك. اه هي جاية. جاية وحاجة كمان. جاية ومعديها ناس كلها. صح. يعني مثلا مش قريبة من دماغ اللعيبة. صح. فانت ارجع تاني معلش ارجع تاني بعد ايذنك كده. ارجع جلال. ارجع كمان يا جلال. امشي فريم فريم كده. واحدة واحدة واحدة. امشي بواحدة واحدة واحدة. بص. كمان كمان كمان. بس اوقف. اوقف. هل ده هل الارتفاع ده حد من اللعيبة هيقدر 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 لعبها بماغه. لا. مستحيل. صح. مستحيل. فبين انه الكورة معدية كل الناس. فانا ابو سعود استعجل اوي. كان لازم يهدى شوية واخدها من تحت شوي. صح. ليه? عشان يبقى ضامنها احسن من كده. فبالسعود برضو ايه عشان هو استعجل فراح لقدام اوي اوي واخبك مش واخد خط الكورة. لازم الكورة تبقى في نصي. ام. يا ابو سعود هو طالع كورة مش في نص. مضطرفة شوي. صح. جاي ده هتليمين اوي. صح. فكان لازم يبقى فيه هدوء شوية لان كورة عالية بالسعود مش هتلمس احدش ابدا من من الناد الأهلي أو حتى من زمالك هيلمسها فلو فيه هدوء كنت هتأخذها من تحت شوية كنت تبقى ضمينها أحسن من كده فده اللي عاملت طبعا الهدف الأهلي جابه وحصل طبعا الجدل اللي احنا شفناه في السوشل الميديا طبعا وفي النهاية طبعا التحكيم بيقول كلميته يعني صحيح كان في استجاجة وبعدين في حاجة تانية برضو ياريت نرجع معلش بقى عشان في حاجة تانية مهمة بص يا كابتن كريم أنا عايزك تبص خطواتها بالسعود هتلاقي خطواتها بالسعود عاملة في مشكلة كبيرة جدا 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 خطوات واسعة طالما أنا واخد طالع هاخد كرة عرضية أقف ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ايوة كمان أقف بس هنا بس لا هو بالسعود فريد ريب لي للشمال بس أقف أنا طالما أنا بطلع هاخد كرة عرضية يا كابتن كريم ما ينفعش يبقى خطوات واسعة بالشكل خطواتي واسعة بتأثرني بتخليني تحت شوي فلاكن خطوات تبقى قصيرة وسريعة جدا لان خطواتي لو قصيرة وسريعة هتخليني اعمل اعمل جنب في اي توقيت في اي وقت والله كابتال طريق بدون مبالغة والله انا بسمع حاجات اول مرة اسمعها في حياتي حاجات بتتكلم بشكل اي انا عايز اتبس طريق الخطوة اللي بعد كده بقصت خطوة واسعة ازاي كمان الخطوة التانية اقف بقى هنا ما ينفعش كرة عرضية او كرة عالية طلع اخدها يبقى خطوتي بالشكل دا كده رجليه واسعة جدا فرجليه واسعة دي هتعمل لها كابتال كريم هتخليه لتاحت غير لما انا الوقت انا جيت قفلت رجليه بص هنا جسمه بعمل ازاي فرد فطبعا هو في استعجال شوية في تعامل مع كور صحية لقطة مهمة جدا لقطة مهمة جدا دي اللي جات جول واتلغت بداية تسلل طيب دي اللقطة بتاعت منتخب الشباب ده ده مبارح منتخب مصري الشباب فوزوا على المغرب في روبا نهائي اه طبعا احنا منبارك طبعا منبارك طبعا منتخب دينا كلنا طبعا كمصريين منتخب ما شاء الله مش اضافنا في السعودية وكان بلعب منتخب المغرب منبارح وعتقد انه وصل بين قبل نهائي تقريبا مضبوط قبل النهائي لعب الجزائج اه كان بلعب منتخب المغرب وكان كاسبان اتنين واحد وكرة دي كان في الوقت تقريبا في الدقيقة خمسة وتمانين او ستة وتمانين اه وكانت في كرة مهمة جدا 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 لان كرة كان مسافة قريبة قوي تعمل كرة بالعرض تعالى نشوفها يلا يا جماعة احمد ندري السيد احمد ندري طبعا يعني موجود كابتن محمود جابر نبريك له الجازي الفني كله كابتن كارم مرسي وكابتن حمدي حمدان وكابتن اهاب جلال طبعا الجازي الفني كله يعني فربانا ياكل من شاء الله يغضب بطوله طبعا كرة تلعبت بالعرض اتردت طبعا للعابة المغرب في حد عامل كروس يعني حد من اللعابة اللي عامل كروس كويس قوي 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 صعبة جدا جدا مسافة قريبة قوي يا كابتن كريم طبعا واني يبقى فيه الرياكشن السريع يلا كمي لها نشوفها بس تعاول مع كرة كان فيها سرعة رد فعل يحسب عليها احمد نادر السيد فطبعا يعني من اللقطات الحلوة قوي 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 اللي الواحد شافها ببارح فعشان كده قلنا ان احنا برضو نجيبها وبردو يا كابتن معلش يعني اجود انا التحرك وانه عينه على كرة وبيمشي ازاي خطوات واضحة وزكاية بص هو هنا بص يا كابتن كريم فيه نقطة مهمة قوي اول ما رجل بيعملوا كرة بالعرض انا ببقى واخد خطوات عشان اطلع اخدها اي طب في اللحظة اللي انا كرة طلعت بالعرض ومش بتاعتي برجعهم تاني صح بص امشي كده بص احمد في الكرة دي بدأ يعمل ايه يرجع لورا شو لا ياخد بدأ يعمل ايه كرة مش بتاعته خلاص صح فلازم يرجع تاني ويبقى قريب من خط المرمى هتلاقيه انه من خط المرمى يرضى او اقل من يرضى صح تحرك فرقته على المباراة متفرقت كان عنده خطأ احمد شرط الاولى برافو عليك ولما يبقى حرش صغير في السن ويغلط غلط خطأ خطأ سهل اه خطأ سهل ممكن يأثر على تركيزه تماما برافو عليك ان يبقى عنده النضوك ده انه يبقى مسابت ويرجع تاني للمستوى العادي كان فيه كرة في الشرط الاول فعلا وقعت من ايديه صح وكانت كرة سهلة انه هو يكمل المباراة طلع كرة زي دي فانا شايف انه يعني دي بتبع زي ما قلنا موسفات شخصية شخصية بالضبط برافو عليك كرة حلوة قوي 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 لأحمد بقوله يعني مبروك والماطش وربان يوفق ان شاء الله وناخد مطولة بإذن الله جيل بشكل كامل محترم جدا ان شاء الله يا ربان عندنا حراس مرمى حابب متكلم في مبرات اي تانية قبل ما نخش الافضل تلع حراس في الدوش احنا عندنا احنا شفنا طبعا الزي مالك بيرمز وشفنا الاهلي وشفنا الاه تحب حاجة من الاسماعيل والمقصة؟ النهاردة اه كان الاسماعيل ويلعب مع الاسماعيل طيب هنتكلم معنا بس نروح للفاصل ونرجع نتكلم معناها تفصيلا لسا مكملين هذا الحوار الممتع جدا جدا مع الكابتن طارق سليمان بعد الفاصل نلتقيكم مرة لسا مكملين مع حضراتكم فقرتنا التحيلية الحراس المروع مع الكابتن طارق سليمان كم عشرة؟ كابتن طارق قلت لك قبل الفاصل نتكلم عن مباراة الاسماعيلي والمقصة وكان ليك حاجات او حالات فيها في اكتر من حالة النهاردة اللي محمد فوزي وفي المدان مصطفى النهاردة بيقدي بشكلك عمل مباراة كويسة وطلع كورتين هنشوفهم دلوقتي كورتين من حاجات الصعبة او برضو حيبوا معنا حالة اه طبعا تصرفهم بشكل كويس قوي فوزي طلع كورة طبعا في الشوط الاول لو لسه مش جايزين معايا يقولولي اه اهي حالا يا كابتن يلا بي ده طبعا كورة دللي كده بنكلم عليها من شوية انا عايزك بس والراجل بيشوت نوقف اول ما يجي شوت اوقف بقى بص محمد فوزي فين يا كابتن كريم ايه رأيك؟ انا شايف الموزيشن كويس هل ده هل متقدم كده؟ لا اهو ده اللي نقصد عليه تقلما الكورة بتشاف مسافة بعيدة كده عايزة تنزل حتى حتى بخلاص انا ملك المرمى اهي كورة عالية هاي خلاص حط فيها ايده هو وقف بينه وبين خط المرمى حوالي يرضى او يرضى وشوي وده ده انا شايف ده لو هو الراجل ده بتقدم على الستة على خط الستة ارجع بقى تانيك هتبقى كورة هو وقف على خط هتبقى عالية اوى عليه ارجع ارجع مستحيل يلعب عليه رغم ان راجل شايفت من المسافة بص من برد 18 بحوالي 15 يرضى اه حوالي 15 يرضى بخل الكورة حピ digo طبعاً ما هو هنه اعشان بينه وبين خط المرمى يرضى واحدة بده أنا طبعاً انا طبعاً هي طبعاً اسهل من كورةést كبال طبعاً عشان بس يعني الناس ما اقارنش كورة الاقيامت بقى كابتن طالب استخدم ايدي العكسية و ايدي ماهدية الايد العكسية اه ليه بقى استخدم اه ليه بقى استخدم احنا بنقول دايماً احنا عايزين بس ايه الناس دايماً تفتك الكلام اللي احنا بنقوله بنقول يا كابتن كريم طالما الكورة ياريت حدق الصورة بس تيجي علينا هنا عشان نوضع حاجة احنا معايك يا كابتن بص يا كابتن كم نمعايك انا في الكورة العكسية اه قرب من الكابتن طوري بقى اه بص الكورة في محوط الكتفين اه في محوط الكتفين واعلم من مستوى دماغي انا لو هي جاية عني حد كتفي الشمال كتفي الشمال انا بسحب رجل اليمين الشمال دي الورى كده الورى بيبقى كتفي الشمال موازي لخط المرمى وايطلع بالعكسية الايه اليمين تمام طيب لو الكورة في محوط الكتفين ولاكت نحكت كتفي الايه اليمين اسحب رجل اليمين دي الورى يبقى كتفي اليمين موازي خط المرمى وايطلع بالعكسية الايه الشمال طب هينطبك الكلام ده علينا ارجع بقى تاني شوية ارجع ارجع تاني يا جلال ارجع كمان ارجع كمان كمان تمام بص هنا الرجل بيشوته بص فوز عمل ايه هل الكرة في محوط الكتفين ولا مش في محوط الكتفين هتلاقي كرة في محوط الكتفين يلا كم امشي امشي كمان امشي كمان اهو هتلاقي رجل يومين راحت فين بدأت بتروح لورا شوية هاي بقت في موازية شوية لخط المرمى وطلع بالعكسية الايه الشمال والعكسية الشمال طيب واحد يقول لي الكرة دي ممكن تروح تتشط في مساء تروح في اقصى الزاوية طيب ما هو نقل لها وصل للكرة فبطف في محوط الكتفين فطلعها برضو بالعكسية فكرة سهلة على فوز عشان فوز متمركس كويس لو فوز على وعد اربعة يارضة خمسة يارضة من المرمى كده كرة دي هتبقى نشوف اللي بعد في لقطتين لرمضان مصطفى شايف مهمين جدا جدا يلا عشان عايزين ناخد الافضل النهاردة دي لقطة مهمة جدا جدا وشافها صعبة جدا جدا لرمضان حطي متمركس كويس قوي الراجل طبعا الكرة طلعب بالعرض حطها بالدماغه بس رمضان التمركز وده اللي عامل اكثر من مرابسة الكويس مع المقصة فانا شاف التمركز الكويس ده هو اللي تعامل معها وقدها وطلعها عالجنب فيها صعوبة مش سهلة فيها سرعة كمان هو خبك راح بيديل اتنين فلاق ان الكرة بعيدة فطلع بييدو الشمال هتلاقي في اخر لقطة ايدو الشمال هي اللي امطلعها الكرة دي فانا شاف ان الكرة صعبة مش كرة سهلة الكرة اللي جا دي مهمة قوي قوي عنده سرعة في التعامل مع الكرة بشكل كويس قوي تصرف صح الراجل داخل رقص وهو قفع عقائم كويس قوي بس هو عمل ايه بقى هنا بقى قالك ممسكش حط فيها بوكس بص البوكس ودها فين بص البوكس ودها فين بعيدها جدا 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 بص فين يقدر يرجع ويقدر زميله ويقدر يروح للكرة يضغط على الكرة فانا شاف الكرتين دون من يعني ده الجول طبعا جول صعب صعب جدا الراجل لمه ما تولدش منه هو طلع يقفل عليه كمل كمل بص ما تولدش منه يعني لمه وشت على طول ففيها صعوبة على رمضان طبعا ممتازة طيب هنشوف افضل اربع حالات في الاسبوع ده عشان حالك تختار لي منهم برضو انت اللي اخترت الاربع حالات دول وانت اللي هتختار منهم احسن الاربع حالات طبعا حالة طبعا سيراميكا وغزة المحلة لعمر عامر اول واحد دي من الكرات الصعبة قوي 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 الراجل لم وشاط يعني لف وشاط كرة صعبة قوي على عامر تلعب شكل كويس قوي شكل كويس قوي 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 يعني من الكرات الصعبة قوي لعمر بص يا كابتن كريم الراجل لف وحط وش رجله ورح بعيد رح بعيد عن عامر ولكن عامر هنا بقى بصت كاف في ايده كله درب الارض وعلي يعني مهارة مهارة عامر قدها بشكل كويس قوي قوي يعني فدي من الكرة الصعبة في المباراديات عشان كده انا اخترت اللقطة دي من الافضل طيب نشوف اللي بعده هادي واحدة واحدة العامر عامر دي طبعا لأحمد الشيناوي برضو نفس الفكرة ياريت نرجع برضو عشان بس نبص يا كابتن طبعا الراجل برضو بيشوت بنينا يا كابتن كريم من مسافة ايه بعيدة انا امشي وشوية بقى اوقف بص الشيناوي فين ايه رايك التماركز دا ولا التماركز اللي كان في كورش كبالة هتلاقي هنا فين صح رايب جدا من خط المرض اهو راح برضو بالايه بالعكسية الايه الشمال وبقى كتفه موازي الخط المرض بص هو نازل بص كتف بص كتف اليمين ممتاز فدي برضو من الكرات اللي يعني التكنيك بتاعها حلوة قوي يعني مهارة عنده موهبة كده عندنا عامل عامل واحمد الشيناوي بص يا كابتن بص رايح فين اهو طلع بيدي العكسية الشمال وهو نازل هتلاقي نازل كتف اليمين موازي الخط بص كتف اليمين فين يا كابتن بص موازي الخط المرض طلع بشكل كويس دي طبع علاقة مهمة جدا 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 ودي انا باعتبارها من احسن كور العواد كورة دي برضو زي ما كنا نكلمنا على العواد في كورة قبل كده في المصر بيرنا من اليهاردة الراجل دي راح يجيب جون والنتجة لسه فينا بص النتجة كم صفر صفر دي جول صح ولكن هو تمركزه الاولاني هو اللي خليت طلع الكورة دي كورة صعبة قوي قوي فانا بحي عواده على انه بركز انه الاتصال موجود واخد البعد صح فكورة مكورة صعبة دي برضو العواد يعني جيت اتنين العواد بس دي صعبة قوي فانا انا يعني لو بنختار افضل لقطة في الابعة هنختار دي هي دي افضل لقطة في الاسبوع اه طبعا انا انا شايف دي وكورة عواد في مبارات اه بس انت اخترت دي الابعة انا اخترت دي طبعا لانت زي ما قلتلك نتجة نتجة واحد صفر وفرقت في المبارات النهاردة وكورة عواد برضو مع فيوشار صفر صفر وازا باريكسف في الشوت التاني في الاخر في الكورتون دول انا بعتبارهم افضل افضل كورتين اه انت اخترت كورتين لعواد دي ابرزهم يعني كرة. مستعجلش. بص بص هو بيحطها عبدالله السعيد. وعبدالله بيحطها بالعرض. بيرجعها تاني. ايو امشي امشي امشي. بص عواد. بص راح عينو عالكورة اهو. بص كامل كامل كامل. بص عواد. وقف. وليعب عليه. رد فعلي مش طبيعي في مسافة عرب ده في السبتة اياردة. طبعا. 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 صعبة جدا. طبعا كرة صعبة. فدي انا الاعتبار دي احسن صدة في اسبوع. في الاسبوع. وبالتالي مش بحاج مع سألك اهو احسن يعني يستحق ان يبقى احسن في الاسبوع. طبعا طبعا. انا لسه فضيل دقيقة واحدة وختي. طي. السؤالي لك. هل اعرض عليك تدريب مارما او تدريب حراس مارما المنتخب الاوليمبي ام لا بيعرض. لا. لا يعبر سمعت سمعت من الناس برضو قريبين جدا جدا من صاحب القرار اهاها. اهاها بس رسمي ما حدش كلمني يعني ما حدش محدش كلمني رسمي لا لكن مسيح لي رأيي برضو المدير الفن الي جاي الأجنبي وبتاع هو بقى كده يعود معه اكدذ يختارو الجاهز انا ما عرفش مختار ولا اه اهاها لا لا ننسى اختارو آش مدارب حراسم الروا هو اكيد الي جاي المدير الفن البرازيل جاي معっていうachoات المساعدين مفهومش مدارب حراسم الرواب موجود مع الكابتن شاوي غريب. طبعا. يعني انا ما اشتغل. ما اشتغلناش كتير يعني. صحيح. كم شهر كده. صحيح. عملنا حوالي اربع معسكرات. اه. شوفنا حوالي مية وعشرين حالس مرمى. اه. سوري مية وعشرين لاعب. مية وعشرين. تلاتاشر حالس مرمى. اه. ومنهم طبعا محمد نديم اللي كان موجود مع عواد النهاردة. اه. كان موجود احتياط. حالس كويس بالمناسبة. والله يا بص يعني الولاد كلهم اللي احنا شوفناهم محتاجين شغل كتير يا. عشان. اه طبعا. خامات موجودة وفي حاجات فيه. بس هو الناس بتسأل لو لا قدر الله لا قدر ربنا يحميه محمد عواد ما بقاش موجود. يعني زي النهاردة كده لما هو اطراب التغيير فالناس سألت مين محمد نديم هل هو حالس كويس ولا لا. هو طبعا موجود سيد عطية. اه. مع مع محمد نديم بس هما بقاله كان مطش بيحط. كان حطه كانت سيد عطية موجود قبل كده كان بيحطة موجود محمد نديم. صحيح. الاتنين كانوا اه جبناهم المتخب الاولمبي مع كابتة شوقي طبعا. اه. بس انت بتقول ليه محتاج شغل. كلهم مش مش حتى حتى الاهلي. اه. احنا جبنا من الاهلي جبنا اه محمد اشرف وجبنا حمزة علاء. اه. وجبنا من انديه كتير. صح. كل الولاد حتى انا كنت اقتراحت على كابتة شوقي. اه. احنا كنا بنعسكر اه كل شهر او كل شهر ونص ثلاثة ايام. صح. بسرعة يعني. اه تفضل. فانا جيت في مرة قلت لكابتة شوقي احنا اه البنسبة لانا كده يعني الولاد يجوا كل شهر يجوا تلات يام ويمشوا او اسبوع ويمشوا. طبعا عايزين نعمل فكرة عايزين انا انا بحتى الحراس المرمى بس يجوا معايا. اه. لعاب الماطش ويقول لي يقول تلات يام في الاسبوع تبقى تتثبت. اشتغل معا. نشتغل كتير. صح. عايزين شغل كتير. بالتأكيد. فقال لي ان شاء الله بازن الله نحاول نكلم الاتحاد ونكلم الانديا ونعملها لك انت مخصوص بالنسبة لحراس المرمى. صحيح. بس احنا يعني مشينا يعني. كل التفقية كبت نطلق دايما تشرف اي مكان ودايما تشرفنا واتنمارنا ودايما بنسع جدا بالفاقرة العظيمة. بيتعلمني انا شخصيا واكيد بتفيد السادة المشاهدين. انا عايزين بس كل مرة بنيجي عايزين انا على الحاجات عشان الحاجات دا هتتكرر كتير. طبعا. طبعا. فالناس مش هتلاقي كلامنا مختلفة. صح. هتلاقي بنحل الحالة فبنحللها تاني. مزبوط. لان الخبرات بتيجي من كده. مزبوط. حراس المرمى بيتلاقي عندهم استمرار. بقتلهم حالة بيعلى ومستوى بتطور. اه. انه المواقب بتكرر كتير. لو احنا كم حلقة كمان وهننزل احنا كمان نبقى حراس مرمى. اه انا بشكرك شكرا انجزين كابتن طريق سلمان الزمالك قرب النهاردة. صحيح ان الزمالك خات خطوتين لقدام. بس الاهل لسه بيلائب وبيشتغل. وبرامدز لسه في الصورة. وبالتالي الدوري لسه في الملعب. مليون مبروك لنادي الزمالك الفوزي الكبير على بيرامدز اليوم بثلاثية نظيفة. مرة اخرى ومرة الف الدوري لسه في الملعب للجميع. الزمالك صحيح قريب. بس المنافسة حلوة والمنافسة ممتعة. واحنا كاسبانين نشوفكم يا رب على الف خير.